مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف النهاردة حلقتنا يعني حلقة دسمة جدا زي ما متعودين كل يوم خميس حلقة ناية الأسبوع بيكون عندنا أخبار كبيرة وكتيرة جدا جدا عن الكرة العالمية ما فيش شك ان طبعا كل أنظار اللي بيحبوا كورة القدم في العالم كله كانوا منتظرين احتفالية طبعا البلندور اللي أقيمت منذ أيام قليلة في المدينة الفرنسية وعاصمة فرنسا باريس بصراحة كلنا كنا منتظرين وكل العالم كان منتظر من هو الفائز على البلندور البلندور السنادي كان عليها يعني جدل كبير جدا وواسع جدا في اللاعبين المرشحين للحصول على هذه الجائزة يمكن كلنا هنا في يمكن مصر كنا حالة من الغضب يعني حالة من الزعل شوية ليه مش هنقول عشان محمد صلاح ما خدش الجائزة لا عشان المركز السابع محمد صلاح يعني حصل على المركز السابع فيه ترتيب البلندور وأعتقد ومش إحنا بس أعتقد حتى كل وسائل الإعلام العالمية قالت أن هذه الجائزة قد تشوبها شبهات كثيرة جدا 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 مركز محمد صلاح لا يعليق باسم محمد صلاح حتى في الموسم الماضي وبالنسبة طبعا للإنجازات والأرقام اللي بحقاها على مستوى البريمير ليج والشاملز ليج محمد صلاح كان يستحق الأفضل على الجانب الآخر كمان حصول ليون ميسي للمرة السابعة على هذه الجائزة أعتقد كان لها ردود أفعال واسعة جدا على الكرة العالمية والمسؤولين عن الكرة في العالم وعلامات استعجاب كبيرة على حصول ميسي على هذه الجائزة ويعني ناس كتيرة جدا جدا قالوا أن ميسي لا يستحق هذه الجائزة وأن يمكن الحفل والصورة اللي شناء قدامها أو كلنا تابعناها يمكن كان وجود ليباندوويسكي طبعا اللاعب البولندي العظيم هذا اللعب الذي كان فعلا يستحق الحصول على هذه الجائزة جائزة البولندور السنة دي أعتقد كان عليها جدل كبير جدا جدا وحصول ليون ميسي على هذه الجائزة كمان يمكن كان الناس بتقول يمكن ده هي القصة المطيرة للجدل لهذا العام وقد تطيح بجائزة البولندور من المصدقية العالمية ناس كتير جدا جدا قالوا أن ميسي لعب كبير عنده تاريخ كبير جدا جدا فيه كرة القدم هذا لا ينكره أحد لكن الحصول على البولندور السنة دي يعني أعتقد كان فيه علامات استفهام كبيرة جدا جدا على حصول ميسي على هذه الجائزة ميسي تاريخ كبير جدا محدش ينكره ميسي لعيب عظيم ويعني زي ما بنقول أسطورة في تاريخ كرة القدم العالمية ولكن ده ما بيجعلهش دايما هو المرشح الأوحد المرشح الأقرب لجائزة البولندور أعتقد مش أنا بس أعتقد ناس كتيرة جدا جدا يعني قالت أن ليون ميسي لا يستحق هذه الجائزة وكمان بعض اللعيبة من خلال هنا في المحترف هنتابع مع حضراتكم فقرة كاملة عن البلندور هنتكلم على الانتقادات اللي وجهت ليه طبعا يعني بنتكلم على رئيس تحرير مجلة الفرانس فوتبول وهو المسؤول عن البلندور هنتكلم كمان على بعض خبراء كرة القدم من لعيبة ومدربين وردود أفعالهم على البلندور وجوائز البلندور لهذا العام هنتكلم على ده بالتفصيل إن شاء الله في حلقتنا النهاردة لأنني بقول لحضراتكم كان هذا هو الحدث الأبرز على ساحة الكرة العالمية الحقيقة مبارح نجمينا كمان محمد صلاح كان بيؤدي أداء أكتر من رائع سرعة وتزديد وتسجيل وبيعمل كل حاجة في الكرة بصراحة ويمكن زي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح يعني أكيد يمكن السنة دي ما كانش هو المرشح الأبرز ليه لإن إحنا كنا السنة دي البلندور بتاع الموسم اللي فات لباربول ما قداش بشكل كويس ما كانش فيه ارتباطات دولية لمنتخب مصر وبالتالي محمد صلاح يمكن كان بعيد عن الفوس بالجائزة ما فيه شك لكن ترتيبه السابع ده اللي هنتكلم فيه النهاردة وحننقشه باستفادة كمان عن لمندفسك اللاعب الرائع وهل كان فعلاً يستحق هذه الجائزة عن جدارة وإيه الشبهات حول هذه الجائزة هنتكلم عليه برضو في حلقتنا النهاردة لكن خلينا نتكلم عن محمد صلاح ومحمد صلاح اللي يعني بنتكلم أنه هو في مباراة أبرتون بيسجل هدفين وكان طبعاً كان عامل كبير جداً في بوز ليبربول بنتيجة أربعة واحد على طبعاً أبرتون في نهاية المباراة ويمكن أن محمد صلاح اتوجه بسؤال يعني حد من الصحفين سأله قال له إيه رأيك فيه ترتيبك أو ترتيب أو يعني اللي حصل في البلندور وحصولك على المركز السابع طبعاً كان يعني سؤال محرق جداً لكن باحترافية شديدة محمد صلاح وقال يعني لا تعليق الكثير من المواقع الرئادية كمان العالمية أبرزت النهاردة الرد ده من محمد صلاح وركزت على رد صلاح ويسخريته من السؤال طبعاً أكيد يعني بيكشف عن عدم ردع محمد صلاح عن هذا الترتيب واحتلاله المركز السابع في البلندور كمان مش بس محمد صلاح يمكن بعد السؤال دوت أحد الصحافين قال لي محمد صلاح أنت لو استمريت على هذا الأداء اللي بتقديه السنادي أكيد هتكون أنت الأبرز وأنت اللي هتاخد البلندور في هذا العام أو في 2022 كان كمان رد محمد صلاح في منطقة الاحترافية وفي نوع من كمان السخرية وقال له محدش عارف الله أعلم يعني بما معناها كمان أن فيه يعني سخرية للجيزة وأن محمد صلاح رد على هذا الصحفي والصورة اللي قدام حضراتكم كمان محمد صلاح هو ياخد من أوف داماتش أو كينج أوف داماتش في مباراة إفردون وزي ما بقول لحضراتكم كمان محمد صلاح كان ردود أفعاله أكيد في مستوى احترافي كبير جدا كان بعض الصحفيين بيحاولوا ياخدوا منه بعض التصريحات اللي تثير الجدل لكن زي ما بقول لحضراتكم يعني السؤال اللي سألوا جاوب بكل احترافية وقال ما هو كومنت والسؤال اللي بيقول أما بعض الصحفيين سألوا استمرارك في هذا الأداء أكيد هتكون أنت اللي هتحصل على البلندور القادمة برضو محمد صلاح رد بكل احترافية وقال لهم you never know يعني ما بين قصين كده عمرك ما تعرف وكان طبعا رد محمد صلاح يعني رد فعلا very professional احترافي بشكل كبير جدا كمان على نتكلم على مستوى كمان المدربين يورجون كلوب لما تسأل كمان عن البلندور ومحمد صلاح قال يمكن أن محمد صلاح لا يستحق هذا المركز تماما وكمان قال أن محمد صلاح ما زال مستمر في العطاء محمد صلاح بيقدم مستوى أكتر من رائع ويمكن كان يعني فيه كمان يعني خرج ليبر بول بعد المباراة ولما دخل يورجون كلوب بقط الليبس لا محمد صلاح غضبان جدا يعني كان محمد صلاح بعد مباراة إبريتون في قط الليبس كان زعلان يورجون كلوب توجه لي وقال له صلاح احنا كسبنا اربعة واحد قال له آه كله تمام بس أنا كان نفسي أحقق الهاترك فمحمد صلاح كمان على المستوى الطموحات زي ما حضراتكم شايفين ويوجون كلوب بيتكلم على أن محمد صلاح طموحه عالي جدا وبيجدد أهدافه بشكل كبير لدرجة أنه هو يعني مش كفايا أنه يحقق هدفين ويقدم وياخد كينجوف داماتش لأ كان محمد صلاح كمان كان زعلان في قط الليبس بعد المباراة أنه ما عملش الهاترك الحقيقة محمد صلاح يمكن بيدينا دروس كل يوم على مستوى الاحترافية على مستوى الإرادة على مستوى تجديد الطموحات ومحمد صلاح مع ليبر بول بيزيد كله المباراة يعني بيؤدي فيها بشكل أكتر من رأيه يورجون كلوب كمان بيساند كان بيساند محمد صلاح بشكل كبير ويعني لما تسأل عن محمد صلاح وعدم حصوله أو حصوله على المركز السابع قال هذا جنون يعني دوت مستحيل يكون طبعا ترتيب محمد صلاح وكان يعني محمد صلاح بيقول أنه هو من نوعية المهاجمين اللي يخشاها أي مدافع في العالم وبيقول أن الهدف الثاني اللي سجله محمد صلاح نموذج في كيفية الضغط على الخصم ودفع الخصم لارتكاب الأخطاء وكان محمد صلاح يعني زي ما حضراتك أو كلنا دابعنا أنه ضغط في نص الملعب قطع الكورة على مسافة أكتر من 45 متر وبسرعته المعتادة بيعدي وبيروح لغاية الجون وكمان بمهارته وهدوءه بيحرز هدف أكتر من رأيه ويمكن بعض كمان وسأل الإعلام هناك في انجلترا طلعت يعني منشطة كبيرة كده حضراتكو فاكرين الأفلام الأجنبية تقدر تمسكني وكانت كتبت ده العنوان على محمد صلاح يعني بيقوله كاتش مي إف يو كان يعني لو تقدر تلحاني امسكني ده كان تعليق ظريف جدا في أحد الصحف الإنجليزية تعليقا إن محمد صلاح محدش يقدر يوقفه واللي يقدر يوقفه يعني يكون في مسابة الهيرو أو في مسابة الأبطال خلينا نروح الجزئية تانية للمان يونيتد منشستر يونيتد الإنجليزي زيك كلنا معارفين توصل الاتفاق مع المدرب الألماني رالف رانكينج المدير الفني السابق طبعا للمكتيف الروسي في موسكو من أجل طبعا الإشراف الفني على الفريق في المرحلة اللي جاي عايز أقول لحضراتكو أن رانكل ده راجل عنده 64 سنة درب كل مسيرته التدريبية كانت في ألمانيا زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت شالكا وليبسيك وهوفنهايم وشتوتجارد كلها أندية كبيرة جدا في ألمانيا ولكن منذ طبعا توليه المسئولية ويمكن هتكون المباراة القادمة مش بتاع النهاردة النهاردة فيه أكيد مباراة مهمة جدا فيه طبعا الدور الإنجليزي المان يونيت هتعلق بالنهاردة لكن مش تحت إشراف رالف لكن رالف يعني من المدربين قالت شداد جدا جدا وكان فيه برضو تعليق في أحد الصحف العالمية بيقول عنوان صغير هل يتم التصادم ما بين رالف ورونالدو التصادم ده مش على المستوى الفني التصادم ده يمكن على مستوى التنظيم وعلى مستوى الرولز على مستوى اللوايح اللي بيضعها هذا المدرب لكل فريق يروحه إيه هي اللوايح اللي ممكن يعني يكون فيها صدام ما بينه وما بين رونالدو عملية كانت حشرح لحضراتكم سريعا في كل طبعا في كل فريق كان بيروحه كان بيشترط على اللعيبة إنها ما تروحش للتدريبات بسيارات فارغة يعني سيارات غالية زيادة عن اللزوم وخلي بالكوا ده كمان معتقد أو ده في أندية كتيرة جدا في ألمانيا بتعمل كده ويمكن أنا كنت موجود في ألمانيا في كازلوتن وكان السبورت ديريكتور المدير الرياضي كان بيمنع أي لعيم مننا إنه يروح بعربية حتى لو عنده عربية فراري عنده عربية فورش لأ أنت ما تروحش بيها أنت بتروح بالعربية اللي النادي مسلمها لك كل نادي أعتقد عنده سبونسر من شركة سيارات وهي اللي بتديله العربية بينتقل بيها وهي اللي هي العربية اللي بيروح بيها تدريب فكان العنوان بيقول هالي هتم حيكون فيه صدام قريب ما بين رالف وما بين كريستين رونالدو اللي هو كلنا عارفينه بيحب العربيات الفارهة والعربيات الكبيرة هل يكون هناك صدام بهذا التوقيت الصعب جداً للماني يونايتد دي كانت علامة استقامة خلينا كمان نقول إن طبعاً الشاب ونجم الفريق السابق مايكل كاريك يعني المدير المؤقد المدير الفني المؤقد لفريق الماني يونايتد موجود ويمكن حقق بعض النتائج الجيدة من خلال الماتشين اللي فاتوا لكن شبكة البي بي سي البريطانية الشهيرة مثل النهاردة الخميس قال إن رالف قد حصل على تصريح العمل في إنجلترا وحيكون على مقاعد البودلاء لفريق منشستر يونايتد بدءاً من المباراة القادمة ديد كريستال بلس يوم الحد اللي جاي إن شاء الله وبيستعد منشستر يونايتد لمواجهة نظيره طبعاً فريق أرسنال وزي ما بقول لحضراتكم المباراة النهاردة الساعة 9.30 في ختام هذه الجولة فعايز أقول لحضراتكم إن كمان الماني يونايتد بيشوف شكل جديد مع رالف هنشوف شكل جديد مع رالف هنشوف كرة الماني يونايتد هنشوف نتائج هنشوف تقدم على مستوى البريميل ليج وعلى مستوى التشاملز ليج كل ده من خلال الأسبوع اللي جاي طيب لسه عندنا أخبار كتيرة جداً جداً لكن دايماً هنا في المحترف بنتابع الصحف العالمية ومنشطات الصحف العالمية قالت إيه في الإسبوع اللي فات يلا نبدأ جولتنا من أسبانيا كالعادة طبعاً صحيفة ماركة الأسبانية بتركز على فوز ريال مادريد 1-0 على أتليتيكو بلباو توسيع الفارق في صدارة الدور الأسباني الجريدة كتبت ريال مادريد يهرب يعني يهرب طبعاً من فخ التعادل لأن أتليتيكو بلباو في اللحظات الأخيرة كان خابق أو سين أو أدنى من حدوث التعادل لكن ريال مادريد قدر يفوز بهذه الملغة تحدثت كمان الجريدة عن برشلونة من خلال تصريح فيران طبعاً الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة وكتبت برشلونة سيجري تحققات في يناير ده على مستوى طبعاً ماركة اللي بتكلمت على الفوز ريال مادريد وبعض التحققات اللي ستحدث في برشلونة أو التعاقدات اللي تحدث في برشلونة خلال يناير القادم كل طبعاً محبي برشلونة ومنتظرين التعاقدات من خلال وجود شافي المدير الفني الجديد تعاقدات جديدة ورؤية برشلونة في الموضع الطبيعي في الليجة والشاميوز ليج وتقديم كورة جميلة زي ما احنا كنا متعودين من فريق برشلونة طيب احنا لسه في اسبانيا مع سبورت الاسبانية اللي ركزت تاني على الأغبار برشلونة وإمكانية إجراء تعاقدات في فترة انتقالات الشتاء القادم وكتبت تعاقدات نعم وطبعاً الاحتفال بجائزة كوبا اللي حصل عليها طبعاً بدري زي ما حضراتكم عارفين إن بدري حصل كأفضل لعب شاب على مستوى العالم وكمان عثمان ديبلي اللي كان قريب وبدأ تدريباته بشكل كبير أو يعني تحدثت الصحيفة كمان عن فوز ريال مدريد زي ما بقول لحضراتكم واحد سفر على أتليتكو بلباو فيه طبعاً لقاء مؤجل من الدور الاسباني وكتبت بنزيمة يعزز صدارة ريال مدريد أكثر وأكثر ده على مستوى طبعاً اسبانيا هنسيبها ونروح لفرنسا تحديداً جريدة لكيب الفرنسية اللي طبعاً ركزت على فوز لومبت مارسيلي على نانت واحد سفر وطبعاً ارتقاؤه للمركز الثاني في ترديب الدوري الفرنسي وكتبت جيرسون البرق السريع جداً الفدي كما تحدثت عن تعادل الفي اس جي تعادل باريس سانت جيرمان أمام نيس ومستوى ميسي في هذا اللقاء وكتبت ميسي لسنين أفضل يعني الصحيفة تمت كمان بهزيمة أولمبيك ليون بملعبه أمام سانت ريس 2-1 وكتبت أولمبيك ليون يسقط في الفراغ يسيب فرنسا ونطلع على إيطاليا تحديداً جريدة كورييد السبورت اللي ركزت على الصراع السلاسي على صدارة الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي أمام ساسولو 2-2 وفوز الميلان على جنوة 3-0 وإنتر ميلان بـ 2-0 وكتبت توازن في ترتيب الدوري الإيطالي قطبة ميلان إنتر وميلان يقلصان الفارق مع اسبلاتي الصحيفة تمت كمان بفوز بولونيا على روما 1-0 وكمان لقاء لاتسيو أودونيزي النهاردة الخميس ده على مستوى الصحف الإيطالية نروح للصحف الإيطالية وخاصة ديلي ميل الفرنسية يعني كتبت صنائية محمد صلاح صنائية محمد صلاح هو المدير الفني لفريق إيبرتون اللي قال إنه هو في مأزق كبير جداً جداً بعد خسارة فريقه أمس على أرضه وسط جمهوره بربعية من فريق ليبرفور كمان اهتمت الصحيفة بالوضع المالي لنادي ديربي كاونتي وكتبت ديربي واجه الإفلاس اللي لم يتم تسوية الضرائب المقدرة بعشرين مليون جنيه استرلين دي كانت أخبار الصحف العالمية ومشطات لسه زي ما بقول لحضراتكم الحلقة لسه هتبدأ إن شاء الله بعد الفاصل نستضيف الماقد الرياضي أشرف هيكون موجود معنا النهاردة أشرف فادي هيكون موجود معنا عشان نتكلم زي ما بقول لحضراتكم على البلندور هنتكلم على البلندور عندنا كمان هنتكلم على منتخبنا إنه يمكن أحرز فوزه الأول فيه كاس العرب بقطر والفوز واحد صف هنتكلم كمان عن الدوريات الأوروبية وخاصة الدوري الإنجليزي الصراع القائم بين ليبربول المان سيتي وكمان هنتكلم على الماني وناتد وطموحات جماهيره في الفترة اللي جاية مع المدير الفني الألماني الجديد كل ده بعد الفاصل في المحترف حالا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وكمان منرحب بدفن النهاردة في المحترف ناقد رياضي متميز في الكورة العالمية ودايما بيكون إضافة في أي مكان يكون موجود فيه فادي أشرف النهاردة موجود معنا عشان نتكلم معه زي ما أقول لحضراتكم في كذا ملف هنتكلم على طبعا كاس العرب هنتكلم على البلندور والجائزة المطيرة للجدل اللي حصل عليها ميسي كمان هنتكلم على الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني فادي منورنا ومشرفنا ربنا خليك نورك كبير نهايك ودايما بمبسوطنا مع حضراتكم سعداء بيك دايما يا فادي وبتشرفنا وتنوارنا عندنا كذا ملف النهاردة نتناقش فيه خلينا نبدأ الأول بمنتخب مصر وطبعا حصوله على الأول بثلاث نقاط في كاس العرب اللي بيقام طبعا تحت الأول مرة تحت رعاية الفيفا شايف عمتا البطولة كبطولة إزاي من وجهة نظرك وشايف أداء منتخب مصر في أول مباراة ليه في هذه البطولة لا البطولة على مستوى التنظيم طبعا هي بروفا لكاس العالم الملعب طبعا هيلة التنظيم من الناس هناك بيقولولنا لتنظيم هيل فهي بداية كويسة طبعا وبيبشرنا هيبقى قدنا كاس عالم السنة الجاية زي دلوقتي كده هيبقى كاس عالم هيل مستوى منتخب مصر لا مش أفضل حاجة يعني احنا اتفرجنا على الناس اللي هي في نفس مستوى نحن بنتكلم على تونس نحن بنتكلم على جزار الهجومية شوية فيه غلط في التركبة الهجومية إلى حد ما أنا باتفق معك احنا بس خلينا نتكلم اي اي اهداف هذه البطولة يعني وده اللي تكلم عليه يمكن كروش وقال الاهداف داي يدي طبعا دورة تحضرية بنحاول نحضر فيها الناس ده بناخده ونقتنع به تماما عند الناشاء مشكلة لكن زي ما انت بتتكلم بنتكلم على الشكل احنا شفنا المغرب شفنا الجزائر شفنا تونس وكل الفرق داي من غير محترفانها بشكل كبير احنا بالزلط احنا بيغربش عننا في التشكيل الأساسي ممكن نقول محمد انني ومحمد صلاح دايبات التقيلة عننا لكن احنا الشكل قدام اللبنان احنا سبتين جدا دفعين مفيش تهديد قوي علينا ولكن الحتة اللي قدام واضح نفيها مشكلة ممكن يكون مروان حمدي مش الاختيار السليم او مش التوظيف السليم بوجود محمد شريف على الوينج شوية ممكن محمد شريف يدخل جوه يدخل وينج اكتر زي زيزو او زي عمر كمال او احمد رفعت في الحتة مكان مروان حمدي ممكن يبقى فيه شوية تصبيت هي تصبيتة موجودة يعني اعتقد اللوجيك موجود ان محمد شريف افضل رأس حربة في مصرح لنا وبالتالي هو ده مركزه الاساسي مروان حمدي لو عايز تديله فرصة ممكن يكون قاعد على دكة البودلاء يكون لي دور بالزلط يكون لي دور في المباراة الاطراف عندنا اطراف متواجدة بشكل كويس يعني ما عندناش مشكلة بايدا عن كده اوه ما فيش مشكلة كبيرة يعني سواء احمد فتوح سواء اكرم توفيق سواء الاتنينة سنتر باكس نص الملعب ما فيش اي مشكلة كبيرة ممكن هي حتة الاربعة اللي قدام دي بس اللي كمان بيزيد الجدل شوية كمان فادي تصريحات كيروش بعد المباراة يمكن بنتفرج على المباراة وهو بيطلع بعد المباراة بيقول تصريحات فوجة نظر كثير من النقاط لا تدل بشكل مباشر عن الشكل بنشوف اسنان المباراة وبيتكلم على كورة جميلة بيتكلم على ضغط عالي بيتكلم على فوز كبير يعني كل ده ما بنشوفهش في المباراة هل دي سياسة كيروش انه بيدي الثقة للعيبة موجودة وبيحاول يرفع المعنويات ايا كان حتى لو كان فيه جدل على مستوى النقاط اكيد احنا نتعملش مع مدرب صغير كارلوس كيروش مدرب له تاريخ وبنتكلم على شغل مع سير أليكس فريكس من شغل في ريال مادريد فهو راجل اكيد شايف ان المستوى اللي بيقدمه المنتخب ما هواش افضل حاجة انا شايف ان ده نوع من تصدير الثقة للعيبته ونوع من حماية اللعيبة من اي انتقاد لو طلع الراجل الى عكس كده كده زي بنقوكا بيسلم اللعيبة للناس فانا شايف ان هو نوع من حماية اللعيبة وتصدير الثقة لهم وصلا برضو في البطولات المجمعة اكيد يعني عارف اكتر مني المستوى بييجي مع المطشات فممكن مطش لبنان يبقى الشكل افضل قدام السودان نوصل لشكل افضل وافضل قدام الجزائر ان شاء الله ومع استمرار البطولة يبقى من شكل منتخب مصر والوصول المغرى النهائية ان شاء الله طيب لسه دلوقتي خبر من طبعا زملائنا في الاعداد ان تم تحديد خلاص السوبر الافروقي طبعا يوم 24 ديسمبر في هذا الشهر يوم 24 ديسمبر هيقام السوبر الافروقي وزي ما بقولك اجندة صعبة جدا احنا للسة كنا بنتكلم على كاس العالم الاندية وكاس الأمم الافروقية عندنا دلوقتي السوبر الافروقي وده يؤثر كمان على مشاركة الالي في دورة ابطال الافرقية مجردات في دور مجموعات من المشاركة في كاس العالم الاندية في كابتسو مسماني اجندة مراضي صعبة وطئيلة ونتمنى بس ان يحصل حل لقصة كاس الأمم وكاس العالم الاندية لانها مؤثرة بشكل جميل جدا على الناد الالي وعلى المنتخب اكيد ما فيش شك خلينا في كاس العرب ورؤيتك للفنية من خلال مباراة مصر ولبنان والفوز فقط 1-0 رغم يعني كان فيه سيطرة الى حد ما سيطرة ميدانية حتى من خلال الارقام فادي اللي يقرأ الأقام من غير ما يقرأ او ما يشوف الماتش يقوله على الاقل النتيجة 4-5-0 يعني ايه اللي نقصنا عشان يعني نقدم كورة يعني نقدم عندنا لعبة كويسة جدا عندنا مدرب عنده سي فيه اكتر من رائع الاجواء رائعة بتلعب في اشتاد على اعلى مستوى في جماهير موجودة انت شايف ايه اللي نقص عشان نقدم كورة حلوة في مدرستين اول حاجة نبعجب جدا باربعة تلاتة تلاتة اللي بلعبها الراجل طريقة مناسبة لامكانيات لعبتنا ولكن انا مشكلتي مش في التطبيق على قدمها في توظيف اللعب بمعنى توظيف اللعب توظيف اللعب نفسه يعني افشف الحتة اللي بلعب فيها دلوقتي اللي هي النص بلعب تالت وبيزيد بقدم فيها مستوى بصراحة كويس جدا ولكن وجود محمد شريف على الجناح ما هواش افضل حل زي ما كنا بنتكلم لا ممكن شريف يدخل جوه ممكن يبقى فيه لعيب عنده حلول زي احمد سياد زيزو زي احمد رفعت زي عمر كبال عبد الواحد لعيب عندهم حلول من القايمة اللي موجودة مصطفى فاتحي طبعا في وجوده يعمله حلول على الجنبين هو دائما بيدور ان الوينج التاني اللي هو مش مصطفى فاتحي اللي هو ناحية التانية يقطع ويدخل لجوه يكون بيستلم العرضية ويكون مهاجم تاني جنب مروان حمدي يعني الحل ان محمد شريف او مروان حمدي هما اللي يفضلوا في القلب زي ما هما وعمر كبال عبد الواحد ممكن يلعب بشكل هيل جدا احمد رفعت عنده حلول فردية هيلة جدا ممكن يكونوا هما الحل الحل التاني انك ترجع بقى باكتو بيزيكس محمد مجدي افش يلعب رقم عشرة في الوربع 2-3-1 4-2-3-1 زي ما تلعبها عادي جدا وفي نفس الوقت محمد شريف قدامه كمهاجم وفي نفس الوقت عندك ونجي طبعا بأدوار مختلف 4-3-3 أدوارها مختلفة الهجومية طبعا اقل بالنسبة لـ 4-2-3-1 فبالتالي تفرق كتير جدا اظن المنتخب لو كلمنا على السبعة الحارس المرمى بال4-3-1-5 ملعب لا الوضع كويس جدا يعني انت شاك يا فادي ان عندنا القصور شوية مش في اللعيبة ولكن في تنظيم اللعيبة وفي البوزيشن بتاع اللعيبة فيك جزء الترتل الأخير بالزبط جزء الهجوم ولو بصلنا على الأرقام ده أرقام فريق فعلا يجبون لنا الأرقام طبعا أرقام فريق مسيطر على الكورة بشكل دائما هم نتكلم في نسبة تحوال 66% عامل XG 2.1 بتخلق فرص فبالتالي المشكلة عندك في استغلال الفرص دي وانك توصل للجول بشكل ملظم أكتر برضو XG 2.1 أنا أعوف كمان عند رقم فادي بتتكلم يعني أن دايما بشوف الأرقام حتى في الحالة الجميلة بتتكلمها على العرضيات 28 عرضية لمنتخب محص 28 بالزبط والنتيجة هدف من ضرب الجزاء في الآخر صحيح مجهود فردي من أحمد فتوح مجهود هاي اللي أشكر عليه وقدر نوية ضربة الجزاء تتكلم على سبع سبع تزديدات على المرمى يعتبر تزديد واحد رسل على المرمى في الآخر فبالتالي أنت بتوصل بتعمل المسيطر على كورتك صح ولكن ما تخلقش الفرص اللازمة إنك تجد بجوان فدي هتقضل دي المشكلة إلى أن يجد حل في التركيبة الهجومية بتاعته التلاتة الأدام يكونوا تركيبتهم ازاي وقدرهم عاملة ازاي وقفهم في العب ازاي طيب النسبة الاستحواز كمان كانت عالية جدا ولكن كمان إحنا بنتكلم فيه بعض الفرق بتعمل الاستحواز بشكل كبير جدا وبتطلع خسرانة مش ده الأساس لكن أنا بتكلم على النقطة أنا بتتكلم عليها أنت عجبك 4-3-3 تطبيقها هايل تطبيقها هايل لكن فيه شورتز يعني إحنا بنشوف مثلا ليفر بول 4-3-3 مختلفة بشكل كبير جدا بيكون فيك كسافة عددية بشكل بشكل أكتر من رائع عندك توسيع اللعب بلغة المدربين توسيع اللعب كمان بتنتشر عرضي بشكل أكتر من رائع إيه اللي نقص عشان إحنا نعمل كده يعني طبعا فرق إمكانيات اللعيبة لكن كمان قدراتنا وإنت خاصة مع احترامي طبعا لمنتخب لبنان كنت تقدر تلعب مباراة أفضل من كده عصب طريقة 4-3-3 تلعب لفر بول الراجل اللي في النص المهاجم الرقم 9 اللي هو مش رقم 9 كلاسيكي نتكلم له اللي هو الراجل اللي بيفضل مساحة بينزل بيزيزان في صناعة اللعب ده غايب عن منتخب مصر فممكن التطبيق هنا يختلف التطبيق برضو البرتغالي يعني لو تفتكر معايا جزوالدو فرريلا ما كان ماسكي الزمالك 2016 نفس التطبيق ده تقريبا وينجر راجل بيالعب على الخط والوينجر التاني مهاجم تاني ومهاجم رقم 9 في النص هو التطبيق ده قريب ولكن هي برضو تظهر لمشكلة دور محمد شريف ودور مروان حد هي دي هتفضل دي المشكلة لحد ما يجد حل ليها هتفضل عندنا مشكلة هجومية طبعا زي ما بنتكلم ان هذه المباراة مباراة تحضرية اه يعني من حق تنتقد بشكل أو بآخر لكن لا نقص على يعني منتخبنا لان احنا في الفترة اللي جاي عندنا تحديات تحديات كبيرة جدا جدا بنتكلم على كاس أمم تحديات كبيرة جدا بنتكلم كمان على الأدوار النهائية للوصول لكاس العالم ده كمان فعايز اقول لك كمان يا فادي اه بننتقد لكن ما يتحولش النقد ده انها تبدأ تشكك في قدرات مدرب عنده سي بي اكتر من رائع لا هو طبعا مدرب رائع مدرب برضو جاي عمل نقلة واضحة جدا في نتيجنا في تصفات كاس العالم وودانا الدور النهائي وده كان الهدف المطلوب منه والهدف المستمر يعني بالتأهل فبالتالي هي مباراة تحضيرها والراجل له كل الحق في التجربة لان هذه الفرصة اللي هجرب فيها لانه كاس العالم مش هارس يجرب فيها وتصفات كاس العالم طبعا موضحية او موت طيب سؤال كده مين اكتر فرقة عجبتك على المستوى الفني لغاية دلوقتي فيه يمكن اواء المباريات في المجموعات كلها مين الفرقة اللي شفتها فرقة على المستوى تنظيمي فرقة هيلع مين الفرقة اللي أعجبتك يعني فريق قطر طبعا هو جاي بالمجموعة الأساسية يعني يقدم برضو مستوى لكن طبعا الجزائر فريق جدا بين الجزائر واي منتخب تاني طبعا تونس اداء هيل قدام موريتانيا قطر كانت قوية المغرب كانت هيلة برضو مبارح ولكن منتخب جزائر مستوى تاني مستوى مختلف تمام ممكن يعيبهم بعض الضعف على مستوى الدفاع طبعا ما ظهرش يعني قدام السودان ولكن من واقع أن ده قريب من نفس الخط للعب مبارات بوركينة فاسه الأخيرة في التصفيات ولكن الرباع الهجومي بتاع منتخب جزائر اللي هو يعتبر الأساسي بغياب بس رياض محرز لا قوية جدا كلاس تاني خالص كلاس تاني خالص عن بقية المنتخبات المعارضة وساعة ده بيكون حلو أو أنك تلعب بطولة مش يعني بتقول برضو بطولة شرفية بطولة تحترية أنك تلعب فريق زي الجزائر بقوته دي تعرف تشوف أنت كمان أنت واقف فين ده مهم جدا دي من كمان من أهداف المدرب أو المدير الفني في بطولة زي دي تشوف أنت واقف فين إيه النواقص اللي عندك لما بتقابل فرقة زي منتخب الجزائر أعتقد هتبقى المباراة الأخيرة في هذه المجموعة ده طبعا هتوضح لك أنت فين من منتخب الجزائر أنت بتلعب بجزء جميل جدا من تشكيلتك الأساسية وهم برضو جزء كويس من تشكيلتهم الأساسية يعني 30 و 40 في الماء من تشكيل الأساسية موجودة لعيبة برضو بتلعب حتى الفرق اللي موجودة نتكلم على العبزة إلياس شتي عبد القادر بدرار لعيبة كبيرة جدا في الترجي تكلم طبعا على الجماعة لقدام ياسين إبراهيني بغداد بنجاح يوسف بلايلي فطبعا بتتكلم على مجموعة لا تقدر تختبر قوتك قدامه تقدر تختبر صلابتك الدفعية وده شيء مهم جدا أظن بالنسبة كارلوس كيروش أن صلابة المنتخب الدفعية في المقام الأول قبل تطبيق الهجوم طيب على مستوى النتائج شفت بعض المباريات كان فيه مفاجأة على مستوى النتائج وقريت برضو فريل إعداد يعني نشوف نتائج يمكن الجولة الأولى من دور المجموعات في كلاس العرب برضو عشان نراجع ونشوف النتائج طبعا كان فيه نتائج كبيرة بتتكلم على تونس والمغرب والجزائر كذبوا بسكور يعني توقعت منتخب السودان يكون أكثر ثمودان شوية العجبني كبان جدا منتخب السعودية الشاب لأنهما بيلعبوا بخاليط ما بين تحت 23 سنة ومنتخب الشباب لو منتخب الأردن الأول كان أكثر من ند ومنتخب الأردن قدر يحسن المنتيجة في الآخر مباراة طبعا النتائج كلها قدامنا وتقول لي طبعا رأيك مبارات العراق وعمان وواحد واحد وأعتقد المنتخب العراقي يمكن ضرب الجزاء في آخر ديئة أو تعادل مرتين كان يسحق مباراة قمة في الإصارة الحقيقة يعني هي نتيجة منطقية جدا بعد كده قطر وبحرين يعني كان ممكن مطش يخلص بذكور لقطر سوريا سوريا برضو يمكن قدمت مباراة لا بأس بيها لكن الإمارات بالخبرات شوية كسبت اثنين واحد لكن منتخب الجزائي زي ما اتكلمت أربعة صفر على السودان اللي كنا متوقعين حتى منتخب السودان يظهر بصورة أفضل بالظبط مصر طبعا واحد صفر أمام لبنان المغرب وحنا أقف عند المغرب وفوزه أربعة صفر على فلسطين أكيد طبعا فريق فلسطين رغل أنه فيه طبعا التصفيات أسي بيؤدي نتائج لا بأس بيها من نتائج رائعة جدا هم حاولوا لكن فرق الخبرات وفرق المستوى لكن هم حاولوا بشتان جدوم وكانوا لد كويس ولكن طب منتخب المغرب بيلعب تقريبا بالصف التاني كله لأن طبعا المنتخب المغربي كل الثلاثة عشرين لاعب الأساسي كلهم محترفين لكن منتكلم عن الصف التاني منتكلم عن العيب تماما وأظن أن البطولة قد تكون ما بين قطر ورباعي شمال أفريقيا قطر ورباعي شمال أفريقيا طيب توقعاتك في مشوارنا خلينا نتكلم في مشوار كاس العرب توقعاتك الوصول للمباراة النهائية هل تواجد مع الأربع الأوائل هل هيكون في مشكلة في الصعود من هذه المجموعة المفتاح في مباراة الجزائر إن شاء الله ربنا نفعنا في مباراة السودان لو تصدرنا المجموعة نبعد عن المغرب في دور التمانية أظن ده يفرق معنا كتير جدا فمشوارنا ممكن نكون في المباراة النهائية إن شاء الله طيب المباراة اللي جاية مباراة السودان اتصعبت الأمور شوية على منطقة مصر بالنتيجة الكبيرة اللي عملتها الجزائر على السودان هيكون فيه حوافز أكتر لفريق السوداني مهزوم 4-0 بلعب وانت دايما أعرف منطقة مصر وسودان بيبقى خارج توقعاتها توقعاتها شايف الأمور هتبقى صعبة شايف إن ممكن كروش يبدأ يعدل من بعض اللعيبة في المراكز يدي فرص من البداية لبعض اللعيبة ولا هيكون نفس التشكيل ونفس الأداء أنا أتوقع أنه هيلعب نفس التشكيل بسناء طبعا الحمد فتحي على الأغلب مش هيشارك ويشارك مكانه بشكل طبعي مهند لشين وممكن رص حربة بوجود بقى زيزو أو عمر كمال أبواحد أو أحمد رفع في المنطقة الهجومية طبعا لازم ردة فعل السودان هتبقى قوي جدا خصوصا أن هم يعني هم ما كانوش ند حقيقي المنتخب الجزيرة هم قدموا عرض ما كانش جيد على الإطلاق فبالتالي كده يكون في ردة فعل ومبارادي بيكون لها طبيعة خاصة بين مصر والسودان يعني إحنا كنا نروح بيجيل الدهب مباراة في السودان يبقى مباراة صعبة جدا علينا فبالتالي لا مباراة تكون صعبة ولكن أتوقع أن بالخبرات وبالمستوى اللي موجود نقدر نحط جول بدري لا الموضوع هيتسهل جدا بالنسبة على مستوى خط النص ممكن يكون أنت بتقول مهند لاشين رأيه كيف في مهند هل بص أنا كلام كل أماني بعض الناس بتقول هو قوام المنتخب معروف وبعض الأسماء الموجودة على يعني أحمد ياسين المدافع مهند لاشين وأدوار سانوية مش هيكون لهم أدوار شايف ده حقيقي ده ممكن يكون أنا بصراحة أنا بحب أتابع دوري مصر أنا بحب أتفرج على دوري مصر جدا لا أنا بشوف مهند لاشين ده لعيب لعيب هايل بصراحة في نص ملعب طلع على الجيش لعيب دايما هو المحرك لطلع على الجيش يعني بغير أنه هو قطع قراط وديستروير هالف نص ملعب لا رجل بصير وبيعرف يستلم كورت وبيعرف يسلم كويس أنا بصراحة بشوفه لعيب كويس جدا وشايف أنه هو ولازم بقى ياخد في المتشفز بالضبط وهو جات له الفرصة بعد إصابة حمد فتح من اتمناله السلامة لكن هي جات له الفرصة وأتمنى أنه هو يتمسك بها لازم أشوفه لعيب هايل جدا شايف مين كمان من قائمة منتخب مصر شايف أنه هو ممكن ياخد فرصة تدي له فرصة في مباراة السودان مش على مستوى اللعيبة المضمونة على سبيل المثال مثلا خط الدفاع لو حبيت غير حد وانت شايف أنه لازم ياخد فرصة عشان نشوفه على مستوى الدول يعني أنا حابب بشوف أحمد ياسين الحقيقة لكن برضو التغيرات في خط الدفاع ممكن تبقى صعبة شوية يعني على مدارة بطولة لأنك بتعتمد على التجانب على تعاملهم وعلى طول مع حرس المرمى أنا اللي حابب أشوف فالله أنا أحمد رفعت حابب أشوف أحمد أحمد رفعت من كده لأن أحمد رفعت بعد فترة يعني ما كانتش كويس أو مع الزمالك انتقل من مصري قدم أداء كويس وعلى كان انتقاله لفوتشر مصراحة وانفجر هناك فأتمنى أن أشوف أكتر منه هو لعيب ما عندناش زي كثير في الكرة مصرية دولت اللي عنده حلول فردية ويقدر على واحد غيبة عننا شوية في الدولة عمر كمال عبد الواحد ممكن يكون لي در من خلال مشوار البطولة لأنه كمان على المستوى الفردي عنده حلول فردية عنده سرعة هو ليستايل لعب مختلف شوية عن أحمد أحمد مهاري أكتر عمر كمال لعب بدني لعب سريع لعب قوي جدا يفيدك في منظومة جماعية أنا بشوفه نسخة يعني مع الفارق من أحمد سيد زيزو نفس القوة السرعة على طول أنا بشوفه ممكن يبقى تبديله كويسا لكن أنا حابب أشوف أحمد رفعد أساسي أحمد رفعد أكيد أعتقد وأنا يعني أتفق معك في رأيك لأن أحمد رفعد كمان محتاج محتاج ثقة المنتخب دايماً اللعيب على مستوى النادي آه بيكتسب الخبرة ويكتسب الثقة لكن على مستوى المنتخب بيحتاج مباريات وأعتقد مباراة السودان هي تكون الأفضل لرؤية أحمد رفعد من البداية يعني أعتقد مباراة الجزائر ممكن تكون مباراة حساسة شوية مباراة الجزائر دي عايز أحمد سيد زيزو بدون جدية اللعيب اللعيب بيقدر أن هو يساعدك دفاعياً بشكل هيل جداً بيساعدك هجومياً بشكل رائع راجل بصراحة في الست بيس الكرات السابتة على طول بينفزها بشكل مميز جداً عرضياته من أصعب يعني لو كلمت أظن مع أي مدافع لا عرضياته صعبة جداً بتعامل معايا فبالتالي أبي شوفه لعيب عنده الخبرة والملكات اللي تساعدك في الموزن يعني زيزو كمان يمكن أنا دربته أما كان موجود في الليرز بيلعب 8 كويس أوي يعني ممكن تستفيد منه لو بتلعب 4-3-3 ممكن تستفيد منه كرقم 3-5 ملعب 8-5 ملعب لأنه مجهوده كويس أوي يعني بيرجع يساعد في الدفاع بشكل كويس عنده حلول فردية في نص الملعب بيسلم كويس وكمان عنده زيادة العددية ممكن يزيد على الجول بيشوت بشكل أكثر من رائع فممكن كمان نشوفه بمركز زي ده أنا بشوفه كمان يعني كارترون بصراحة ملففه كعب داير في الملعب يلعب بكراي تلعب يلعب هاف دفندر ساعد بيلعب بطريق حامد في غياب إمام عشور فبالتالي لا هو زيزو لعيب أي لعيب في أي فرقة يتمنى لعيب زي زيزو زيزو تكلم على أحمد أحمد ياسين طبعا لعيب مميز على المستوى الدفاعي نتكلم على حراس المرض طبعا محمد شناوي لا غبار عليه تبتكر برضو من رؤية الجهاز الفني أنه لازم يدي رقم اثنين ولا أنت شايف خلاص إحنا عندنا رقم واحد يثبت ياخد البطولة كلها علشان استعدادا طبعا للبطولة الأفريقية ولا أنت شايف أنه ممكن في بعض المبارات دخول محمد صبحي ممكن يكون قوة هو إحنا رحين تجربة ولكن مش للدرجة أنا شايف أن الثلاثية بتاعت محمد شناوي أحمد حجازي محمود الوينش لازم تبضل تسطل قطة الوقت الممكن لأنك بتتعامل في مواقف فترة جدا لازم أخلق التعاون بينهم ثم يلعبوش مع بعض يعني كان في فترات كتير بحرس مرمى الأهلي ومدافع من الأهلي فالموضوع بيكون في تفاهم أكتر لكي عم نتكلم على واحد محترف في سعودية واحد في الزمالك والتاني حرس مرمى الأهلي فبالتالي لا أخلق بينهم الترابط أخلق بينهم شغل كتير بوجود أحمد فتوح وأكرم توفيق يعتبر ثابتين فبالتالي لا أخلق بينهم نوع من الترابط واللعب الكتير أظن نفرم معهم كتير جدا إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في كاس العرب عايزين نتكلم بقى على البلندور طبعا يعني خلينا نبدأ بالجدل اللي قبل طبعا تسليم الجايزة وكان فيه جدل كبير جدا على مستوى العالم في أحقية من يحصل على هذه البطولة قبل من نتكلم على الحفلة والاستلام الجايزة عايز عرف رأيك كنت في أنهي منطقة أنت كنت شايف من خلال من الأفضل من الأحق للحصول على البلندور عشرين وعشرين لو هنقيم على مدار السنة كلها بالإنجازات الفردية بكل حاجة أنا كنت شايف أن جورجينيو مرشح رئيسي راجل قائد في رقيته لتشامبينز ليج وقائد منتخبه لبطولة يورو نكلم مع كريم بنزيمة مستوى هايل السنة دي مع ريال مادريند ونكلم على ليفندوفسكي برضو مستوى هايل مع بار ميونيخ ونكلم على محمد صلاح وإن كان وإن كان ممكن دي اللي تكون عملت له مشكلة ولكن إحنا لو نتكلم بصراحة ميسي طبعا أسطورة لأن الميسي مش هنقيم ميسي كالعيب كورة في الآخر ولكن ميسي السنة دي حتى ما كانش مؤثر قوي في وزر أرجنتين بكوبة أمريكا غير في مبارات قليلة فبالتالي ممكن شايف أن هو الأكثر استحقاقا للجائزة بس هو ممكن تبقى معايير الجائزة أو طريقة الاختيار فيها صوتها هو العمل الفريق ده طيب وإحنا نتفرج كمان ظهر بيدري طبعا أفضل لعيب لعيب هيل رائع أنا عايز أتكلمك في منطقة تانية بيدري برشلونة جابي برشلونة واحد عنده 19 سنة واحد عنده 17 سنة الاثنين من الأفضل اللاعبين على مستوى العالم في هذا في خط النص بشكل عام شايف أن بيدري خلال سنوات قليلة ممكن يكون واحد من أساطير كورة القدم في كورة العالمية ما هو متوقف على كذا حاجة الحقيقة طبعا هو عنده وهو جوهرة يعني لاعب ما شفته زيه كتير في السن ده من الرجل يلاعب السنة فال73 وسبعين مطش مستويات ستة على طول قادر يصنع الفارق من نص الملعب فبالتالي هو برضو استكمال مسلسل الجواهر تطلع من لمسية في حيط الملعب ملعب بكلما شاهد من كلما فبالتالي لو استقرار برشلونة ودايما اللعيب الصغير مش هيطلع وهو غيره وهو جميل لعيب كبير يقدر يسنده طب المناسبة انه يطلع فيه كان تقريبا تشيلسي كان عندهم أو على صدد بيقدم سبعين مليون يورو لبيدري لانتقال لبيدري في هو انتقال ملعب تشيلسي توجود لعيبة زي انجولو كامتي منكلم على لعيب زي جورجينيو منكلم على لعيبة زي ساقول لعيبة لا طبعا يعني بيدري هناك ينفجر ولكن انا اظن ان برشلونة صعبة قوي صعبة قوي بعد حتى رحيل ميسي والتغيرات لان اظن ان بيدري هو اساس مشروع برشلونة الجديد بوجود شهر هو وجابي طبعا 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 بنرجع تاني للبالندور وانت قلتلي بعض الاسماء اللي كان ليها يعني اولوية في الحصول على هذه الجايزة اتفاجأت بيحصول ميسي على الجايزة يعني انت كنت بتتكلم على جورجينيو بتتكلم على بنزيمة بتتكلم على محمد صلاح هل بالنسبة لك كان مفاجأة ولا انا كانت المفاجأة الاجبار بالنسبة لي في الفارق الكبير في النقط لونال ميسي احنا برضا عشان الناس بقى فهمة ازاي الجوائز الجايزة بتتم تحدد الفائز بيها صحفيين حوالين العالم بيحددوا افضل خمس لقديم وعلى اساس هذا التصميم في المركز صحاب مركز اولي يحصل على عدد معامل نقط صحاب مركز التاني فبالتالي ان ميسي ستمائة وتلاتاشر نقطة ومحمد صلاح مية واحد وعشرين نقطة فانحنا نتكلم من الصحفيين كلهم احنا نتكلم عليكم المصحفيين اختروا لنا المسي في المركز الاول ومنتكلم على العدد اولئي المصحفيين اختروا لنا محمد صلاح هو طبعا البالندور ليون ميسي ستمائة وتلاتاشر نقطة لباندويسكي خمسمائة وتمانين جورجينيو ربعمائة وستين كاريم بنزيمة ميتين تسعة وتلاتين كانتي مية ستة وتمانين رونالدو مية تمانية وسبعين ومحمد صلاح مية واحد وعشرين هنكمل لسه لان الفارق صعب جدا كابين دي براين طبعا اللاعب الرائع البلجيكي ولعب الماند سيتي تلاتة وسبعين يم بابيت تمانية وخمسين دوناروما ستة وتلاتين وهالند بي تلاتة وتلاتين نقطة وهو ده هو ده اللي دايق يا فادي ان الفارق الواسع في عدد النقاط مش لوجيك مش طبيعي انا مش عارف هل الصحفيين كان فيه نوع من تكريم لنهاية مسيرة ميسي اللي بتقترب تكريمي لي على فوزو كوبا امريكا ولكن تحت اي ظرف ومحاولة اقناع ان محمد صلاح فيه ستة لعيفة في العالم افضل منه صعب برضو شوي وانك تكلمني ان ليفندوفسكي السنة دي هاي الجورجينيو على مستوى الانجليزيات الجامعية موكي يكونه فردية مش منور اول لكن على مستوى الانجليزيات الجامعية شامبينز ليج ويورو صحيح بنزيما برضو ما قد من مستويات هاي لو اعتبر رشاد ريلا مدريل على كتفه فبالتالي انا شايف ان ممكن تكون نوع من تكريم ليون المسي على نهاية مسارته وفوزه بكوبة امريكا اخيرة من منتخب ارجنتين ممكن يبقى جايزة دبست فيها بتاعت فيفا فيها نوع اكبر من الانصاف لللعيبة دي خصوصا انك بتتكلم ان هيصوته بقى مدربين منتخبات قادة منتخبات وجزء من الصحفيين ممكن يبان انصاف اكتر في ظهار طبعا على هامش على هامش طبعا ردود الافعال بعد البالندور وفوز ميسي كان في بعض النقاشات على مستوى الريبورت اللي وصل من باريس نفسها كان في بعض الناس عرضوا على طبعا المدير التحرير لمجلة فرانس فوتبول انه يدي او يعطي طبعا البالندور للسنة اللي فاتت بتاعت عشرين عشرين اللي كان طبعا يقلغيت بسبب جائحة كورونا يعطيها لبندورسكي لان كل التعاطف في العالم على مستوى النقاد على مستوى الرياضيين على مستوى المدربين كان الى حد كبير في صالح لبندورسكي وبالتالي رد عليهم وقال لهم مش هيكون انا كنت متأكد على اليوسان وطبعا ان انا كنت متأكد من حصول لبندورسكي على الجائزة الزهبية العام الماضي ولكن لا استطيع ان يعطي لهذه الجائزة نتيجة ان هذه الجائزة بالفوتينج بالتصويت وبالتالي لم يحدث تصويت على هذه الجائزة وبالتالي لن استطيع ان اعطي هذه الجائزة لللاعب البولندي العظمي لسه عندنا كلام كتير على البندور وكمان على مستوى البريمير ليج بعد الفصل اشتركوا في القناة جورجينيو وبعدين لبندورسكي وبعد كده بنزيمة نكتب وراك عشان نكتب لست جورجينيو وبعد كده لبندورسكي وبعد كده بنزيمة وبعد كده محمد صلح الخامس ممكن يكون مسي عشان كوبة امريكا بصراحة يعني انا لسه يهاب جنيدي بيقول لي طالع زي يهابت لانه بيرشع كمان جورجينيو انا كان بالنسبالي لبندورسكي لبندورسكي طبعا يمكن الحاجة الوحيدة اللي هو على مستوى المنتخبات او على مستوى منتخب بلاده محاقش النتائج لكن عمل مبارات رائعة في اليورو 2020 طبعا جورجينيو على مستوى المستبقات شامزليج واخد بطولة اليورو مع منتخب ايطاليا لكن لبندورسكي ما يقدمه مع المرقم القياسي اللي بيقدمها مع البيرن وحتى على مستوى المنتخب دايما هداف المنتخب وافضل لعب في المبارات الدولية اعتقادي انا كنت حاطت ليفا بحط جورجينيو وبحط بنزيمة وبحط محمد صلاح ويمكن نمرى خمسة حاطت كانتي كمان لعيب منتخب فرنسا وعايز اقولك محمد صلاح لو السنة دي كاسة هم أفريقية صل الكاسة العالم ان شاء الله لو صل حتى دور تاني في قطر وتبقى قبل الجايزة بمفيش بقى خلاص لا اظن تختلف خصوصه تماما بقى عن السنة دي على فكرة انت لو كنت متابعني في الانترو في واحد احد الصحفين قاله فعلا كده قاله لو استمرت على هذا النهج من خلال ادائك مع ليفر بول في بريمي ليج والشاملز ليج انت هتكون صاحب هذه الجايزة محمد صلاح رد بكل يعني خفة دم المزرية قاله هونوز لا هو كمان انه ينزل مبارح بالفاير دي بالرغبة دي انه نازل صحيح انا انا افضل لعب في العالم دلوقتي وانا مقترع بكده هو دايما هو بيحفز نفسه انه هو افضل لعب في العالم واداءه مبارح في مباراة صعبة ضد افريتون مش مباراة اهلا نهائي طبعا في الضغطات دي كلها افضل ارهاق افضل كل ده انه ينزل ومتحمسين اكيد لمحمد صلاح لكن كمان ردود الافعال على مستوى المدربين على مستوى المدربين الكبار ويمكن اولتن يورجن كلوب يمكن قال ان محمد صلاح يستحق مكان افضل من كده في ترتيب افضل لعب العالم كمان على مستوى جارديولا المدير الفني طبعا لفريق المان سيتي نشوف قال ايه عن البالندور ونرجع مع حضراتكم لا يمكننا ابدا ان نقول انه ليس من العدل ان يفوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية انه لاعب جيد للغاية اما عن تفضيل هذا او ذاك فان الجائزة حفل له جوانب تجارية وتهدف لجعل كرة القدم اكثر امتاعا لذا فانها تمثل تقديرا كبيرا لبوتياس الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات تقدير كبير لبيتري تقدير كبير لكافة الفائزين بالطبع تقدير كبير مرة اخرى لليو ميسي هل يستحق الفوز ام لا ليس انا من يفصل في ذلك لا يكون ابدا من غير العدل ان يفوز بها اما ليفاندو فيسكي سوف يفوز بالطبع بالاداء الذي قدمه في العامين الاخيرين مع هانزي فليك والان مع ناكل سمان عدد الاهداف التي احرزها والتمييز الذي يتمتع به هل هذا منصف بالطبع ولكن في هذا المستوى فان كافة اللاعبين الثلاثة او الاربعة او الخمسة المرشحين يرون انهم جديرون لقد قدموا مواسم لا تصدق مع انديتهم ومع منتخباتهم ولو فازوا فانهم يفوزون لانهم يستحقون ذلك الفوز وهذا كل ما هناك طبعا تعالي يا الكافيدي عمره ما يقولها مستحيلة تطلع من بق لا هو يعني هو يبدو بلوماسية الى ابعد الحدود يعني ان العيبة كلها طبعا ميسي لعيب كمير وكل حاجة ومسي يعني طبعا جوارديو العمر ما يقول ان مسي لا يستحق الجائزة يعني الراجل برضو يعني فيه من بينهم نحن نكلم بها من الوغة تاعتنا عشرة عشو ملح يعني لكن طبعا هو كلام على ميندوسكي اتكلم على ميندوسكي طبعا اداء هي لسادي وهو كان يعني كلامه اكثر دبلوماسية وتكلم كمان عن اللعيبة التانية تكلم عن بيدري تكلم عن دونوروما تكلم عن بوتايس لعبة برشون لسيدات اللي خادت الجائزة برضو بس جاب جملة يعني داخل فيها الكميرشن داخل فيها العملية التجارية انت شايف ان برضو الجزء التجاري والسبونسور والإعلان وبيخش فيه تقييم هذه الجائزة بشكل اعتقد انه ما بيكونش فير لبعض اللعبين يعني على مستوى على مستوى جورجينيو مش على نفس مستوى على مستوى السوشيال ميديا على مستوى كبراند مثل وزي ميسي وبالتالي ده بتخش في التقيمات جزء ظلم للعيبة طبعا وجزء ظلم جدا لعبة ممكن يكونوا الصحفيين أصلا بيتم يعني مش لكن هم تأثرهم برضو بقصة البروباجاندا بتاعت ميسي الظهور بتاعت ميسي صحيح طبعا تأثر بشكل كبير جدا ممكن يقول جورجينيو مالوش خزوة زي ميسي على المستوى ده فبالتالي حاجة أنفير جدا بتقيم العيبة على حاجة بره بملعب ولكن هي جزء من حياتنا وجزء من الكورة خلاص من نبعدها عن جايزة كبيرة زيدي طب ده كان جارديولا ورأيه في البالندور تعالوا نشوف كارلوس أنترلوتي المدير الفني للملكي ريال مدريد قال ايه عن البالندور يوجد تعارض لأنني في ريال مدريد ولو سمح لي التصويت لن أستطيع التصويت للاعبي ليس في ريال مدريد ولو كان علي اختيار الأفضل كنت اخترت كريم بنزيمة أولا فينيسوس ثانيا كورتوى ثالثا كاساميرو رابعا كروس خامسا ومن بعدها لا أدري كما فينغا علي احترام النتيجة لأنه عندما تتحدث عن ميسي أنت تتحدث عن أحد أفضل أو ربما أفضل لاعب لكن هذا رأيي لكن إذا كان الخيار لي كنت قد اخترت كريم بنزيمة لست متأكد المئة بالمئة ما هو أعتقد أنه يمكنك دائما أن تعطيه ليونيل ميسي بسبب مسيرته كلاعب كرة قدم لكن إذا لم تعطيه لروبث بيواندو فيسكي هذه المرة فسيكون من الصعب أن يفوز به على الإطلاق أيضا محمد صلاح كان بالتأكيد يجب أن يكون أعلى من المرتبة السابعة إنها جائزة هامة لللاعبين ولكنها جائزة فردية لم أرى بنزيمة أو كورتوى وهما ينتحبان تأثرا بعد أن تخططهما الجائزة كلاهما كانا في حالة طيبة كلاهما تقبل الأمر دون مشكلة لا يمكنني أن أقول ما إذا كنا الأكثر حضوة للفوز بالدوري سوف نقاتل من أجل الفوز باللقب نحن على الدرب الصحيح والفريق يقدم عملا جيدا ده كان رأي أنشلوتي وكمان يوجن كلوب أنشلوتي قال لو لا يحط فرقة ريال مدريد كأها أفضل لعبين لكن على المستوى على المستوى الشخص هو قال أكيد هو بيحترم كل يعني بيتكلم على الاختيارات وأكيد ميسي لعيب كبير وليه تاريخ كبير لكن هو اختار بنزيمة على سبيل أنه يكون أفضل لعب في العالم لهذه أو الأكضر للحصول على هذه الجازة أنا بشوف أنه بنزيمة لو كان منتخب فرنسا قدر يوصل لمرحلة أبع من وصلها في اليورو هو أفضل لعبين بدون شك بصراحة كبير بنزيمة يعني بيتقلق وبيقدم مساويات مع ريال مدريد في غياب كريسان رونالد وبعد أن ما مشي هو ظهر كبير بنزيمة مجبوكا من تسعى الحقيقي اللي بيقدر أنه يقود الفريق هو راس حربة بمعنى الكلمة فبالتالي أنا أظن أنه لو كان منتخب فرنسا قدر في اليورو أنه يحق المقبول من أنه كان يفوز بالبطولة برغم الخروج يعني من دور التمانية هو اللي أثر عليهم أظن لا كان هيبا كانت منزيمة النهاردة هو أفضل عفل العالم على الجانب الآخر يوجن كلوب يمكن يتكلم في نقطة مهمة جدا يتكلم أنه هو من الظلم عدم حصول لبندويسكي لعب البولندي على هذه الجاهزة السنة وبيقول لو ما خدهاش السنة هيبقى من الصعب جدا حصوله عليها في الفترة اللي الجاية وخاصة وخاصة أن كمان يوجن كلوب كان بيدرب لبندويسكي كان في فترة لما كان طبعا يوجن كلوب الموديل الفني اللي فريق دورتموند كان بيدرب ليفا وعارف إمكانياته كويس قوي وشايف كمية التطوير والتطور اللي حصل خلال السنين اللي فاتت وبالتالي يقول لك خلاص انت لو ما دتهاش لبندويسكي السنة خلاص بينكم سن كده بتقضي عليها بتخلص عليها هو صعب جدا لبندويسكي يعني ياخدها مرة تانية ممكن صعب جدا أنه يوصل للفورما اللي هو وصل لها خاصة في السنة اللي تلاغت فيها السنة اللي تلاغت فيها لبندويسكي كان ربما أفضل من السنة دي كمان فبالتالي أظن آه يبقى صعب جدا أنه هو يحصل عليها مرة أخرى طيب بعض الناس بتتكلم أنه كمان النادي اللي بيلعب فيه اللعب بيأثر بشكل إيجابي أو بشكل كبير جدا على التصويت بالنسبة للصحفين الناس بتقول لو لأون ميسي ما كانش موجود في باريس سان جرمان وأن البطولة أو طبعا الصحيفة الفرنسية موجودة وأنه بيلعب في باريس وأنه يتواجده باريس كمان عايز يعظم من هذه الجائزة بوكوتينيو طبعا المدير الفني لبيأس جي قال عن البلندور وعن فوز ميسي بالمرة السابعة لأحسن لاعب في العالم أولا أود أن أتقدم بالتهنية علنا لليوم ميسي ولأسرته هذا إنجاز كبير آمل أن يكون اليوم هو اليوم الأول في بداية العمل من أجل فوزه بالجائزة للمرة الثامنة كم هو رائع للاعبنا ولكل طاقمنا وللجميع في النادي أن يكون بيننا ميسي وكراته الذهبية الستة وحصوله على الجائزة للمرة السابعة شيء استثنائي نحن سعيدون بوجوده معنا هنا كل يوم نأمل أن تكون هذه البداية للفوز بثامن كرة ذهبية من الناحية الشخصية والمزيد من الكؤوس للجميع لأن هذا هو ما نتوقعه كلنا في النادي إنه فوز مستحق تماما أتفهم أن تكون هناك انتقادات في بعض البلاد ولكنني أعتقد أنه فوز مستحق الآن هو يحتفل مع أسرته وأحبابه بهذا الفوز ولما لا يشرع في العمل منذ اليوم للفوز للمرة الثامنة بوركينو أنا رو نتعونه يعني بوكوتينيو بيقول فوز مستحق وما قدرش يقول حاجة غير كده يعني والراجل حيمشي تاني يوم حاجة غير كده يعني قال طبعا فوز مستحق وزي ما بيقول كمان بيكلم يعني بيهزار شوية يقول لك خلاص بقى انت خدت البالندوري ميسي نشتغل شوية معنا نكلم على ميسي ميسي لا ميسي لسه مرش بريس لسه يعني لسه قدامه كتير قوي يعني يعني مع الفارق طبعا في المستوى التنافس أسبانيا مع فرنسا لا طبعا واحد كبطاقة من ميسي أكتر من كيف كتير مع بي اس جي لكن إصابات في الدنيا مش مزبطة شوية ولكن أظن مع الوقت مع الوقت أكيد في النصر الثاني من الموسم الدوري مش هو المحك في فرنسا خالص لكن دوري أبطال أوروبا أظن مع الأدور الإقتصائية هيبهن بقى أدور ميسي الحقيقي مع بي اس جي ما فيه شكل طبعا بي اس جي كمان على مستوى الليجة محسومة بشكل أو بآخر لكن على مستوى الشامن الشامنز ليجو طبعا يعني الهدف الأكبر ده الحلم وأكيد هما لما بيجيبوا الليون الميسي الحلم مش أنه سيساعدنا أنه ياخد دوري فرنسا لا لعبة شابنز ليج صحيح لسه كمان عايزة كلمات في آخر نقطة عشان بعد كده هنروح لملف محمد صلاح والأرقام القياسية اللي بيحققها من خلال أهداف ومن خلال السيست النهاردة بتتكلم على 13 هدف 13 هدف في 12 مباراة بتتكلم كمان على خلينا نتكلم على الدور المهم يمكن كان معنا مدقلة من البرازيل أحد اللاعبين المعتزلين وقال ما يبقى لمحمد صلاح أنه تحقيق بطولة مع منتخبه وبالتالي هتكتمل الحلقة ويكون محمد صلاح محدش يقدر يعني يجادل فيه أنه هو أفضل لعب في العالم شايف إن شاء الله دور محمد صلاح ومنتخب مصر في بطولة أفريقيا إن شاء الله بإذن الله قريبة جدا كل الأمال عليه كل الأمال على محمد صلاح لو هنجي نحط التشكيل هنجي نحط محمد صلاح والعشر لعبة تانين فبالتالي طبعا وصوله على كاس أمم أفريقيا ومساعدته على وصوله في كاس العالم لا تنقله نقلة تانية خالص نقلة تانية خالص في حديثة على محمد صلاح خلاص يثبت نفسه كأفضل كأحد لا ومش كأحد كأفضل لعب العالم في الوقت الحال صحيح كمان على مستوى لسه مع البلندور وعايز أقول لحضراتكم قبل ما ننتقل لملف البريميال ليج ودوري الإنجليزي مجالة بيلد بيلد سايتون أكبر المجالات الرياضية في ألمانيا كانت لها عنوان كبير جدا جدا هقرال حضراتكم يمكن حطين في المقدمة بيتكلموا فاغوم فايدا ميس يعني ليه تاني ميس يعني سؤال كده بيترحوه تاني ميس وكتبين سكندال يعني فضيحة في باريس وطبعا يمكن نشوف السورة مع بعض باللوقت بالزبط كده مكتوب بغوم في ده ميس يعني ميس ليه تاني وسكندال بيل بيل بيلاندور ده طبعا فضيحة في حفل البالاندور لباندويسكي نورد سفايتا يعني لباندويسكي بس رقم اثنين فعايز أقول لك أن الردود الأفعال وخاصة في ألمانيا خاصة في ألمانيا ردود أفعال غاضبة جدا جدا على مستوى الصحافة على مستوى المسؤولين يمكن كمان لوتا ماتيوس طبعا السطورة الألمانية تلع وهاجم هذا الحفل بشدة وقال هذا الحفل لا ينم عن مصدقية فعلا لقرة القدم الحقوقية كمان بنتكلم على توني كروس طبعا لاعب طبعا ريال مدريد قال هذه يعني زم بيتكلم فضيحة على مستوى اختيارات أفضل لعيب العالم ولو في احنا من الكلام من محمد صلاح تزلم من الكلام من زوجيني ونظلم ومفيش حد تزلم قد لبندوفسكي الحقيقة لأن السنة اللي هو تقلق فيها وانفجر ما خدش الجايزة والسنة دي برضو بقدم مساويات تشفعله فييجي ميسي كنوع من التكريم على نهاية مسيرته وياخد الجايزة فبالتالي لا ظن حقيقي حقيقي لبندوفسكي وظن أن عنوان بلد كان رحيم يعني باللي حصل ده كله يعني يعني عنوان عجبني لأن بيقول يعني بلغتنا كده تاني مسي يعني تاني مسي وزي ما بقولك يعني هذه الجايزة مش عملية تكريم لنجم كبير مسي يعني من عشاء مسي ما فيه شك وناس كتيرة جدا جدا ولكن أنك تتغاضى عن حق واضح جدا لبندوفسكي وتعطيل مسي لمجرد أنه خد بطول التقوى في اعتقاد ناس كتير أنها ما كانتش بالقوة صحيح فزي ما بقولك أنا أتوقع أنه زباس تكون فيها نوع من الإنصاف سواء لبندوفسكي سواء لمحمد صلاح سواء لزورجينيو يبقى فيها المعايير أكثر تمسكا والتصويت أكثر يعني إنصافا للعيبة إن شاء الله نجمناها الكبير محمد صلاح في حالة إن شاء الله بإذن الله التواصل في هذا المستوى مع إن شاء الله نتيجة طيبة في أمم أفريقيا مع منتقب مصر وصنة الكاس العالم إحنا بنقول من دلوقت إن شاء الله محمد صلاح هو اللي حاصل على البلندور لـ 21-22 طيب عايزين نتكلم على البريميال ليج لكن بعد هذا الفاصل ومع فادي أشرف نتكلم على البريميال ليج وطبعا نتقلق كبير جدا دلمان سيتي ونتكلم تقلق كبير جدا محمد صلاح ويوجن كلوب وليبر فول بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية فادي يلا على البريميال ليج الله بينا الجولة الأربعة عشر قبل نتكلم على النتائج وتصرحات المدربين خلينا أقول لك هل البريميال ليج خلاص بقى المنافسة بقت سلاسية ما بين تشيلسي من سيتي وليبر فول في غياب طبعا المان يونايتد في غياب الأرسنال في يعني أنت شايف خلاص الصراع بقى سلاسي في البريميال ليج ده نتاج شغل طويل على سنين طويل ومن ثلاث نوادي دول طبيعا المنافسة مبينه ما تفضل مستمر على المدت سنتين ثلاثة قدام هو ده سلاسة الرهان الدوري مش أخر مجلوم الثلاث سنين كنا نتكلم على الدوري الإنجليزي بيكون في يعني نتكلم على خماسي الخمسة الكبار في البريميال ليج ساعد نتكلم على الستة الكبار في البريميال ليج هل السنين اللي جاي هتختصر للاستا داية هننتكلم على السلاسي الكبار فقط هم دلوقتي في البريم بتاع بونا الجيل اللي هم عملوه بقى لهم من خمسة ستة سنين بيبنوا في المجلة نتكلم على أرسنل بيبني دلوقتي مع وجود رالف راجنيك والفترة الجاية ما ظنش أن رالف هيبقى مدرب السنة جاية على قد ما هو هيبقى راجل تكنيكا وهو ليحط الستراتيجي للفريق يفرق معهم جدا تطرم برضو في مرحلة نعدم وزن فبالتالي هو زي بيقول الأيام دول يعني هم دول موجودين دلوقتي الفترة جاية هيخش لهم أنا أتوقع أن أقرب من الثلاثة الموجودين من الستة الكبار لو كلمنا يعني ستة الكبار الموجودين اللي هم أرسنل سيتي تشيلسي ليفربول مان يونييتد تاتنم أن أرسنل هو الأقرب لأنه يدخل في الزمرة دي خلال ثلاثة أو أربعة سنين قرائبين الرغم يعني في وقت من الأوقات كان الأرسن وأرتيتا كان على وشك الرحيل يعني سبحانه مرحبا قد نتكلم أنه هيقال كان هيقال وخلاص الأمور رايحا خلاص سيرحل وإذا بي بيحقق نتائج أكثر من الرائعة وبيقفز للمركز الرابع بعد يمكن ما كان في بدايات يعني بدايات البريمير ليج يعني يتزيل الدوري الإنجليزي لكن كان فيه ثقة كمان من الإدارة فيه وكان كمان فيه سبورت كبير جدا جدا من جارديولا للأرتيترا الحقيقة أن الجدول الدوري زي ما تكلمني هنا آخر مرة جدول الدوري ما كانش كان بادري شوية عادي الأول أرسن اللي هو يبدأ يلاعب تشلسي يلاعب منشستر سيتي موكر خسار برينفورد اللي كانت مفاجأة شوية لكن بعد كده سلسلت لها زيمة حوالي عشر مطشاط بعد كده مباراة ليفربول ظروفة كانت مختلفة شوية كان فيه أخطاء فردية وفجأة كان موضوع واحد صفر وماشي في إقتار كويس لكن فجأة بقت ثلاثة موضوع اختلف برضو مباراة منشستر وناتد النهاردة بالليل منشستر وناتد وارسنال تفرق كتير جدا في مشوار ارسنال السنة دي هل هيكون منافسة على الأربع معاهد الكبيرة الأربع مقاعدة بتوعة شامبينز ليج ولا هيكتفى بالتأهل الأوروبي للدور الأوروبي أو لدور المقتبصة صحيح لكن بس قبل منتكلم تعالى تعالى نشوف نتائج الجولة يعني نعرض نتائج الجولة لأربع تاشر من البريميال ليج وزي ما بنتكلم هل نحصر فعلا التنابس ما بين السوليسي تشيلسي والمان سيتي وليبر بول طبعا نيو كاسل وتعادل مع نوريش سيتي واحد واحد ليج زي مايديد فاز على كريستال بلس واحد سفر ساوس هامتون تعادل اثنين اثنين مع ليستر سيتي واستهام تعادل واحد واحد مع برايتون تشيلسي وطبعا الهزيمة المفاجأة من تواتفورد اثنين واحد لا تشيلسي اللي فاز اثنين واحد على برايتون آسف وورفر هامتون تعادل مع بيرلني سفر سفر أستون فيلا والخسارة أمام منشستر سيتي اثنين واحد والنهاردة زي ما بنتكلم مباراة قوية جدا جدا ما بين منشستر ونايتد والأرسنال كذلك ما بين توتنهام وبرينتفورد وبرينتفورد فيه يمكن الجولة اللي فاتت كان فوز اول فوز ليه بعد السلسلة من الهزيم فأكيد كمان هتكون مباراة قوية جدا جدا في بعض المفاجآت في النتائج ولا كلها النتائج واقعية ويعني ما فيش أي مفاجآت في هذه النتائج في الجولة لا ما فيش أي حاجة غير اللي نيو كاسل كأكيد كان محتاج فوز على النوروش سيتي نيو كاسل بس كان عمل مباراة رائعة بالزرط بلعب عشر لعبين ومباراة خلاص يعني كانت مباراة في المتناول السيناريو مباراة طبعا أسرع عليهم فبالتالي ما قدرش ان هم يحصلوا على الثلاث مقاط وهم الفريق الوحيد اللي مفاش فوالا مباراة وأظن يعني تجربة تجربة الاستحواز على المكاسل شكرا هتبتدي السنة الجاية من الدرجة التانية ممكن تبقى فرصة أفضل بنا من الدرجة التانية تعتقد انه خلاص على عتاب التشامنشيب اه لا صعب قوي خصوصا في المنافسة تبتتكلم ان يعني لو بصنا لحد أفرتون هو خمسة واشر نقطة لا كل الفرق دي هتبعد لسه المكاسل مش ميدي حتى أمر ان هو هيتحسن ادي هاو حسن الشكل شوية ولكن برضو النتائج بقالها 3 نطشاط مش قد كده بقيت المباراة ما فياش اي مفاجآت غير بصراحة احراج واتفورد لتشيلسي واتفورد كان ند قوي جدا من تشيلسي وتشيلسي طب تعالى نبدأ بالليبربول نبدأ من مباراة ليبربول وابرتون طبعا والفوز 4-1 طبعا نتيجة كبيرة واعتقد كمان على مستوى الأداء على مستوى الاستحواز على مستوى السيطرة كده ليبربول في حتة تانية انا شايف ان الليفربول في الوقت الحالي ممكن نقول هو تشيلسي اخو فريق فعلا او شوف الليفربول اه لا الليفربول كمان عنده اج تاني هو ممتع جدا السنة دي ممتعة للغاية سيطر على ايفرتون بالطول والعرض كسروا بقالهم 3 مصطة جزموش جودي سنتارك ملعب ايفرتون كسروا القصة دي تماما ربعية محمد صلاح منفجر الحقيقة بيقدم مستويات هاي لا لعيبة كمان ليبربول خصوصا التلت الامامي طوروا قصة الحلول الفردية بشكل هايل جدا دي وجوتا مبارح لما وفنش مفيش في ربع سنتي يعني خلص الدنيا كلها محمد صلاح اللي اتنين فينش مبارح حاجة زي ما يقول حاجة من برا العالم ده حاجات مبهرة جدا فليبربول سيطر وأقنع وأمتع قدام أفرتون بشكل هاي مفيش شك باندايك رجوع وهذا الموسم أثر كتير جدا جدا بالإجابة على فريق ليبربول من نواحة دفاعية وكمان السقة أنك بتلعب معاك لعيب بحجم باندايك على مستوى الدفاع أكيد كان شيء إيجابي جدا معانا الإحصائية بتاعت طبعا مباراة ليبربول والأفرتون طبعا نتيجة سجل منها هدف واحد نسبة الأهداف المتوقعة كبيرة جدا جدا لصالح ليبربول تقريبا 3 أهداف طبعا وأفرتون نص هدف نسبة الاستحواز كبيرة جدا لصالح ليبربول تقريبا 70% 70 مقابل 30 أو بالزبط 66-34 تمريرات 84% صحيحة ليبربول 73 صحيحة لأفرتون التصويبات على المربع 17 تصويب ليبربول مقابل 8 لأفرتون طبعا في 8 تصويبات ليبربول ما بين القائمة والعرضة وتلاتة لأفرتون ما بين القائمة والعرضة 11 عرضية مقابل 8 11 ركنية مقابل 3 كلها أرقام بتدل على اكتساح ما فيش شك المباراة نتكلم كمان أنك ممكن تلعب مباراة بأربعة واحد وتكسب لكن الشكل الجمالي موجود أنت بتلعب كرة يعني زي ما بيقولوا كده كرة جميلة في نفس الوقت فيها قوة فيها سرعة فيها أهداف فيها شق هجومي وادفاعي على أعلى مستوى شايف يعني يورجن كلوب مع ليبربول بهذا المستوى المرشح الأقوى ولا المان سيتي هو المرشح الأقوى معه هي المشكلة أن ما حصل للمرشح الأقوى دي غير بعد كسل أمم الأفريقية لأن التلات فنة لقدام هتخسر لعيبة مهمة جدا ممكن يكون أقل لهم سيتي سيتي سيخسر رياض محرز ومماشر العنصر الأساسي دايما في خطة جوار دي ولكن تتكلم في ليبربول فتح كلام كده محمد صراح وساد يوماني ودفلهم نبي كيتا لما موجود ببقى مفيد جدا فبالتالي هيخسر جزء كبير جدا نتكلم تشيلسي هيخسر حرس مرمى الأساسي إدوازماندي لحيب منتخب السنغال فبالتالي ممكن كسر المؤفرقية تبقى عامل لصالح منشستر سيتي لكن لو هنتكلم دلوقتي ككورة 3.3 فرق لا ليبربول دلوقتي الأفضل ليبربول يليه المين سيتي يليه يليه سيتي وتشيلسي بشكل متقرب جدا لكن ليبربول فرق عنهم هم لتنين حق طب كانت فوز كبير طبعا ليبربول على إيفرتون أربعة واحد وأكيد كانت ساعدة واضحة على يورغن كلوب اللي بيقدم مستويات أكثر من رائعة مع ليبربول السنادي تعالوا نشوف أليه بعد المباراة ونرجع مع حضرتكم نعم هذا أفضل أداء قدمه ليبربول في جوديسون منذ وصول لتدريب الفريق قدمنا بعض المباريات لكننا لم نكن بنفس الجودة التي كنا عليها في المباراة الأخيرة هذه لم نكن هادئين ولم نكن مقنعين ولهذا السبب فزنا بالمباراة أنا سعيد حقا بالأمر حسنا مبارتاء الديربي أمام إيفرتون ومانشستر يونايتد كبيرتان بالنسبة لنا وعلينا أن نتعلم كيفية الحفاظ على هدوئنا وتوحدنا إذا ما أردنا تقديم أفضل كرة قدم ممكنة أخبرت اللاعبين أنه مهما كان ما حدث في الماضي لكي أكون صريحا بالنسبة 100% عندما أنظر إلى الماضي لم يكن هناك أي مباراة ديربي في جوديسون قلت عنها يا للروعة كانت مباراة رائعة بل شبه مثالية كان هناك هامش كبير للتحسن وأردت أن نظهر نصجنا ونلعب كرة قدم هجومية بشكل شرس ونظهر غضبنا أي بمعنى غضب كروي أقصد في حالات استرجاع الكرة أو في حالات الضغط العكسي لا يمكنك فعل ذلك من دون أن تكون متماسكا لذلك تأتي لحظات تتطلب منك فقط تدوير الكرة وتمرير الكرات حول خطتهم أو اختراقها وللقيام بذلك تحتاج عقلية مختلفة وهذا ما فعلناه بالضبط طبعا يورغن كلوب يتكلم عن المباراة وأمام إيفرتون أنها المباراة الأفضل لغاية الوقت الليبربول على مستوى السيزون بجانب طبعا مباراة الماني يونايتد ولكن وصف هذه المباراة أنها المباراة المثالية لفريق ليبربول الحقيقة قدموا أداء مميز جدا متمسكين جدا في حيث ما فيش تهديدات كبيرة جدا في جود فاندايك في جود ألسن ما فيش أي خطورة نص الملعب بقضاءة تاجو ألكنتارا وهندرسن تحسن هما بيعزفهم بقى ما بيعبوش كرة يعني هما فعلا سيطرين على نص الملعب بشكل هايل جدا مش بدين فرصة لأفرتون لأنه هو يستحوز على الكرة ولأنه هو يدور الكرة ولأنه هو إطع الكرة حتى فبالتالي لأ كان أداء هايل جدا طبعا نكلله بقى هدفه محمد صلاح وهدف ديجو جوتر رائع كمان وهدف هندرسن كمان كان جميل جدا صحيح على مستوى طبعا إفرتون رفعيل بنتيز المدرب المدير الفني الأسباني لإفرتون تان أكيد حزين على هذه النتيجة وهذه المباراة تعالوا مع بعض نشوف إيه بعد هذه المباراة والهزيمة أربعة واحد من لبرتول أعتقد أن الجميع يشعر بخيبة الأمل لأننا خسرنا مباراة ديربي لكننا خسرنا لأننا قمنا بارتكاب الأخطاء أمام فريق كبير رأينا كم الأموال التي يصرفها ليفربول ومدى النجاح الذي يحققونه في السنوات الأخيرة يمكن أن تحدث تلك الخسارة إذا لم تقم بالأمور بشكل صحيح نحن لم نقم بالأمور بشكل صحيح ارتكبنا العديد من الأخطاء أعطيناهم فرصة التسجيل أي فريق يفعل ذلك أمام فريق كبير يمتلك لاعبين ممتازين سيعاني وسيدفع ثمن ذلك سجلنا هدفا وكان الفريق يلعب بشكل حسن وكان الجمهور خلف الفريق بدأنا الشوط الثاني وكانت الأجواء جيدة وضعنا بعض الفرص لأن كل شيء كان في مكانه الصحيح سواء ردد فعل اللاعبين ودعم الجمهور ثم ارتكبنا خطأ آخر لذا نستطيع تحليل النتيجة النهائية والقول إننا خسرنا المباراة لكن في نفس الوقت إلى التزام اللاعبين ورغبة الفوز التي يظهرونها في أرض الملعب لا يمكن التشكيك بها علينا العودة إلى المباريات الأولى عندما كان الفريق يلعب بشكل جيد في أول مباراة عندما كانت تحليل النتيجة أو لأفرتون في الآخر خلال المباراة طبعا أكيد كل الناس حتى بعد المباراة يمكن كانوا صعداء بأداء محمد صلاح وبعض الناس ربطوها بغضب محمد صلاح من جازد بلندور طلعوا على أفرتون بأداء وهدفين أكثر من رائعين وكمان على مستوى يعني يورجن كلوب ده قال قط اللبس زي ما بقولك لا صلاح يعني مش مبسوط قوي فقال له لا أنا كان نفسي أنا كان نفسي طبعا إن عقلية محمد صلاح أداء محمد صلاح وانت شايف إيه في المباراة إيه اللي بيعمله كل يوم محمد صلاح جديد بتحس إن فيه حاجة جديدة محمد صلاح بيعملها إذا كانت حرقاته في الملعب إذا كانت ضغط على الخصم مش متعودين كمان على محمد صلاح إنه بيضغط على الخصم بشراسة لا ده حصل وقدى إنه أحرز هدف جميل شايف إيه الجديد في محمد صلاح السنة دي أنا شايف محمد صلاح شارس جدا 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 سواء هجومين أو دفاعيا هو بيضغط دفاعيا بشكل شارس جدا من الأول ده تطور خلي بالك محمد صلاح من سنوات ما كانش عنده الحالة الدفاعية زي دلوقتي بالضبط لا وهو كمان عنده حاجة دانية تطورت زمان لو كن يعني لو كلمنا من بازل لو جات له خمس فرص هيحط واحدة صحيح روما اتنين من خمسة يحط اتنين دلوقتي هو الخمسة هيحط منهم ستة وما عنده تفاهم قدام الجول خلاص هو الفرصة اللي هتجيله جول الناس تحتفل بالجول يعني يمبالح الكورة اللي خطفها من نص دفاع ايفرتون وانطلق انفراض تام من نص ملعب وفي ظل ده ترهيب من دفاع ايفرتون وفي فاول اتعامل معه كل حاجة الرجل بيفنش بمنتهى البرود بيخلص الكورة هو دلوقتي بقى فينش فعلا لو قال عليه في الكورة باللغة الكورة كده سفاح قدام يعني من لو جات الخمس فرص يحط الخمس فرص هو يعني دي طبعا ده الفارق مع صلاح جدا السنة دي مفيش اهضار للفرص تبريبا مش هتفتكول الفرص ضيح هو الفرص اللي بجيله تسوي هدف على طريق كمان فيه جائزة طبعا القدم الزهبية اللي فاز بها محمد صلاح أعتقد التاني على التوالي لأ دي أول مرة يحصل عليها لكن حصل رونالدو كان رونالدو طبعا جائزة كبيرة طبعا يعني جائزة كبيرة جدا جدا وجائزة بيسحقها محمد صلاح وكمان اللي كان لافت بالنظر كمان وجود زوجته معاه في هذا الاحتفال ويمكن بيديها يعني بيديها نوع من الفضل ونوع من التأدير أكيد هو مش هينجح كده من غير ما تكون وراء عائلة وزوجها دعما دايما على طول صحيح وزي ما بقولك هو جائزة يعني جائزة كبيرة لكن يمكن الخادت الأضواء شوية البلندول لكن جائزة القدم الزهبية زي ما أنت بتقول كمان رونالدو فاز بيها السنة الفاتد محمد صلاح فيه زي السنة دي ومنتظرين كمان الفيفا وورد يعني الفيفا وورد أعتقل كمان محمد صلاح هيكون بإذن الله يكون مركز أفضل أكيد هيكون في مركز أفضل من السابعة حتى أي ظرف طيب خلينا يعني نروح للمباراة التانية اللي معنا النهاردة في البريمير ليج طبعا مباراة تشيلس اللي انت وصبتها مباراة صعبة جدا أمام واتفورد والفوز بصعوبة 2-1 شفتها إزاي الحقيقة المباراة كانت في نفس وقت ليفربول فكرة متابعة من بعيد وعيد جدا ولكن لا واتفورد هدد تشيلسي كتير جدا تشيلسي فيه نوع من بدل موسم شكل هايل جدا بعد كده المستوى كل مدى بيقل فبالتالي واتفورد مبارح حتى واتفورد مش عامل أفضل سيزن لجلي واتفورد من 14 واخد 13 نقطة فبالتالي مش أفضل موسم ليه واخد مركز 17 دلوقتي فبالتالي لا قدري هددهم أكتر من مرة المباراة كانت تشيلسي بيعد دقايق عشان تنتهي طبعا في حالة إجهاد عن لعيبة تشيلسي برضو الكالندر بالنسبة لهم مليانة جدا ولسه رحين كاس عالم أندية فبالتالي ممكن الكورف بتاعة تشيلسي نازل وممكن مشاركة في كاس عالم الأندية تأثر كمان على موسي من تشيلسي قدير فأنا عايز أسألك سؤال بعيد عن المباراة دية شفت إزاي وجود لوكاكو على دكة البودلاء في مباراة تشيلسي أمام المان يونايتد وهل لغاية دلوقتي نقدر نقول أنه لوكاكو لم يحقق المراد منه بالانتقال من الإنتر للشيلسي لوكاكو نفس حال شيلسي بالضبط ابتدى السيزن بشكل مرعب يعني تهديفي حوالي ثلاث موتشاط وربعض بعد كده أخذ نفس الدروب اللي الفريق كله أخذه بس الدروب كان واضح قوي عليه فبالتالي المنافسة معي مع تيمو فيرنر تيمو فيرنر حتى مش مهاجم الهدف لأنه بيساهم أكتر من لوكاكو في صناعة اللعب بيساهم من لوكاكو في تحرك أكتر متحرك أكتر من لوكاكو لوكاكو سابت يعتبر محطة الفريق بلعب لكن تيمو فيرنر مهاجم متحرك جدا فبالتالي هي نفس المشكلة لكن ما ظنش أن لوكاكو كان يبصعب يستمر على مستوى الإدارة الفنية تومس طوخي للمدير الفني لتشيلسي أل إيه بعد فوز 2-1 على واتفولد لا أعتقد أنني انتقدت اللاعبين بشكل لاذع كما ذكرت نحن أيضا نوجه النقط لأنفسنا سنقوم بتحليل الوضع وأعتقد أنه بإمكاننا الاعتراف أننا محظوظون للفوز في المباراة كان أداء غير عادي من فريقنا لذلك أعتقد أنني لا أريد التركيز على هذه المباراة لماذا؟ لأننا لعبنا وها نحن ذا مهم جدا هدف حكيم زياش وكنا بحاجة له كان الأمر كما حدث في الشوط الأول فرصة ضائع من ماس الموت ثم سجل هدفا لكن ذلك لم يساعدنا لإيجاد الإيقاع المطلوب نحن نتحسن خلال المباراة ثم تلقينا هدفا بالطبع كنا نأمل كنا نحاول تغيير نتيجة المباراة من خلال القيام بتبديلات هجومية لأننا شعرنا أننا خسرنا نقاطا أمام برينلي ومانشستر يونايتد في السابق ولم نكن نشعر أننا نسيطر على المباراة بأداء الفريق كانت مسألة وقت قبل أن تمكننا من التسجيل لذا حاولنا إحداث التغيير من خلال تبديلات هجومية طبعا تومس طبعا مدير فني كبير لكن واضح عليه طبعا الحزن رغم الفوز لكن واضح عليه فادي أنه لم يكن سعيد بالمباراة وقال 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 للمدير الفني الصريح قال إحنا كسبنا هذه المباراة يعني بالحظ وكان عنده بيقول بعض الصاحبين بيسأله أنه هو كان كريتك أول للعبين يعني كان بينتقد اللعبين من خلال المباراة بشكل مباشر فقال ده طبيعي وإحنا لازم ننتقد أنفسنا عشان نوصل للأفضل يعني هو تخل أكيد يشعر بضغط من تولي المباريات من كالندر الفريق أو رزامة الفريق لعبة المدافع ولعب نص ملعب بيزيد في نص ملعب أصيب فبالتالي فيه ضغط كبير جدا على توماس تخل ولكن هنا بقى بيظهر المدرب الكبير الراجل اللي حد لقيته متصدر الدوري هزيمة 1-0-14 ماتش بالتالي أنا عن نفسي أنا بحب توماس تخل كمدرب جدا وأتوقع أنه يفضل لنفس لحد اللحظة الأخيرة وهيقدر أنه يتخطى الدروب اللي في المستوى بتاع شيلسي وأنا كمان أتوقع نفس الشي لأن اللي عمله خلال السنتين اللي فاتهم مع شيلسي بيقول أنه مدرب كبير جدا وأعتقد أنه يكون منافس ومنافس قوي جدا على البريمان لي كمان سنتي طيب نروح للمنافس الآخر نتكلم على المان سيتي ويفوزه على أستون فيلا 2-1 كانت مباراة صعب أكيد في وجود ستيفن جيررد 3 مطشاط في قادة أستون فيلا ده الهزيمة الأولى لي في 3 مطشاط مباراة كانتش سهل خالص على مان سيتي وأستون فيلا قدر أنه حتى بعد التأخر بهدفين هو يسجل كان ممكن أستون فيلا يحقق التعادل ولكن سيتي خبرات برضو تفرق كتير جدا في مباراة ده أستون فيلا اللي مع سيفن جيررد الحقيقة مقدم شكل تاني خالص وهنا منتظر حقيقة عودة لتشكيل أستون فيلا مع ستيفن جيررد أظن أنه سيكون دور كويس جدا في الصلاة الأدامة كمان تقول لنا الأرقام يا فادي وأنا بقول لك بالنسبة لتريزيجين إن شاء الله بإذن الله لا طبعا ستيفن جيررد قال أنه سيشارك مع فريق 23 وإن شاء الله يكون مستعد لمباراة اللي جاية يعني لو بصنا حتى نسبة الأهداف متوقع أهم حاجة يعني أقدر نسبة نربص عليها خلاص نسبة متقربة جدا نتكلم 1.18 1.17 تقريبا نسبة واحدة لهداف المتوقع ده يدل على سير المباراة وإن الفرقتين كان عندهم فرصة للفوز بشكل متساوية الحقيقة سيمن جيررد عمل شغل بأس وفعلا يعني ممكن تكون تريزيجيه القطع النقصة يديهم جزء هم مستقضين في الحتة صحيح وكمان على مستقل العرضيات كان نسبة 11 من سورستر سيتي 9 لأستون فيلا نسبة متقربة جدا فالمباراة كانت قريبة وكان من سيتي بخبراته كما أنت تقول الفوراق الفردية أكيد تفرق في المباراة الزايدية يعني العناصر الخبرات وعناصر الفردية والمهارة الفردية تفرق طبعا ليه في لعيب 40 مليون ولعيب 20 مليون لعيب 40 مليون ده عنده قدرة فردية باش عند دلتان صحيح صحيح طيب نشوف طبعا جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة ال14 طبعا فوزن المان سيتي على أستون فيلا 2 واحد وان شاء الله عودة حميدة لنجمنا الكبير تيريزي في الفترة اللي جاية بيادر الترتيب بعد الجولة ال14 طبعا تشيلسي في المركز الأول 33 نقطة المان سيتي في المركز ال2 32 ليفر بول في المركز ال3 31 وزي ما انت قلت خلاص اعتقد الصراع السلاسي تشيلسي المان سيتي ليفر بول على صدارة الدوري الانجليزي لسته استهم في المركز الرابع ب24 نقطة الأرسنال ويعني زي ما بيقوله جيمين بعيد في المركز الخامس 23 نقطة وولفت هامتون في المركز السادس 21 نقطة برايتون في المركز السابع 19 لستر الثامن 19 نقطة نشوف بقى توتنهام المركز التاسع 19 المان يونيتد في المركز العاشر 18 نقطة طبعا مركز لا ياليق بالمان يونيتد بعد 14 جولة في الدوري الانجليزي برينفورد في المركز 11 ب 16 نقطة كريستال بلس الـ 12 ب 16 نقطة أستون بيلا 13 ب 16 نقطة أفرتون وساوس هامتون نفس عدد النقاط 15 في المركز 14 و15 ليتز يونيتد ب 15 نقطة في المركز ال 16 واتفورد في المركز 17 ب 13 نقطة بيرلي 18 ب 10 نقاط نوريتش سيتي في المركز 19 ب 10 نقاط ويتزيل الدولة الإنجليزية نيو كاسل النادي العريق يعني ب 7 نقاط بعد 14 جولة مما بيصعب الأمور في وجوده في البريمير اللي جيس نادي واعتقادي المستثمر السعودي سيبني فريق واعتقادي الشخص أنه هايبني من السنة اللي جاية في دغوطات أقل طبعا وفرص أحسن هو على فكرة يبص الموضوع من بعيد أكتر لا تفرم سريع وبعد الفاصل نروح للليجا الأسبانية والدوري الأسباني وطبعا بوجود فادي أشرف ونشوف إيه اللي بيحصل في الدوري الأسباني أهلا بحضراتكم مرة تانية فادي نروح للدوري الأسباني لليجا وكان في مبارا موجلنا ما بين طبعا ريال مدريد وأتليتك وبالباو وفوز طبعا ريال مدريد واحد صف شفت المباراة مباراة أصعب مباراة صعبة جدا من الأرقام من الأرقام 18 تصويب البالباو وعملين 11 فرصة بالتالي لا وضع المباراة كانت صعبة جدا على ريال مدريد أنا شفت المباراة يعني ريال مدريد كان الأفضل للحد لما في الشوت الأولين الشوت الثاني كانت تسايد كامل لأتليتك وبالباو رغم أنه بلعب خارج أرضه المباراة كانت في مدريد لكن فرص كتيرة جدا لكن يبقى يبقى مازال كريم بن زمة المنقذ ريال مدريد في مراحل كتيرة جدا جدا مواقف كتيرة جدا هو طبعا أحرز الهدف في ديار 40 ولكن يبقى كريم بن زمة زي ما بنقول يعني هو المنقذ وظلم كتير أبو جد كتير بالزبط ما خدش حقه من التأدير حتى من جمهور ريال مدريد إلا بعد راحيل رونالدو كان مساند لرونالدو فقط كتير جدا لكن بعد راحيل رونالدو لا ظهر كريم بن زمة كواحد أنا أشوفه من أساطير ريال مدريد في الحقيقة طيب فينيسيوس وبيظهر بمستوى أكتر من رائع فينيسيوس كمان مبارح رغم عدم ظهوره في الشوت الثاني لكن لما بجي له كرة هو الوحيد اللي كان بيسبب خطورة أنت كمان شايف فينيسيوس مع أنشلوتي حاجة تانية خلص حاجة تانية خلص شتان الفارقة بين فينيسيوس مع زين الدين زيدان وفينيسيوس مع كارلو أنشلوتي ممكن لعيب زي ممكن كارلو أنشلوتي مرضو واجبات تكتكية بكتكون أخاف شوية من زيزو كارلو أنشلوتي مدرب يهتم أكتر بأنه بيرايح اللعيبة الهجومية بشكل كبير جدا من شوفنا لعيبة كتير جدا هجومية بتتقلق مع كارلو أنشلوتي ممكن يكون الحرية ممكن يكون كمان طريقة عمل أنشلوتي طريقة عمل أنشلوتي أخاف شوية من زين الدين زيدان ممكن تكون فرق كتير أو مع فينيسيس جونيور والحقيقة هو بينفجر في وجود كارلو أنشلوتي أكتر بكتير من الأداء اللي لمكانش كان متزبزب شوية في وجود زين الدين زيدان رغم وصوله وتقدمه في السن لكن مودريتش لعيب محوري بشكل كبير جدا وقدى يعني لغاية طبعا الديقة 65 خرج ونيزل فالفيردي لكن زين مودريتش دهب دهب الدهب ما بصديش يعني زين بيقوله لا سيطرة تم في نص الملعب مايسترو بمعنى الكلمة على وسط ملعب ريال مدريد وأظن يعني بعد ما هو جدد لكن السنة اللي هيمشي هي لوكا مودريتش من ريال مدريد هيأثر بشكل كبير جدا على المنظومة اللي معتمد عليه بشكل كبير جدا هو توني كروس وكاسيميرو صحيح طيب نشوف يعني نحضر الأرقام أرقام مباراة طبعا ريال مدريد وأتليتيكو بلباو ونشوف من خلال زي ما أنت بتقول كان فيه الأرقام بتقول كمان أن المباراة كانت صعبة جدا على ريال مدريد طبعا فوز ريال مدريد واحد سفر في الفرص الفرص لأتليتيكو بلباو 11 فرصة وكان أنا في اعتقادي منهم على لست فرص مؤكدين طبعا مشكلة ما قدرواش يترجموا هذه الفرص لأهداف لكن كان فيه أربع فرص للريال أحرص منها هدف الفوز أهداف المتوقعة نسبة كبيرة جدا تقريبا هدفين ونص لصالح أتليتيكو بلباو النسبة الاستحواز كانت في إجمال لريال مدريد 60-40 نسبة قريبة التمريرات نسبة التمريرات طبعا 82% لأتليتيكو بلباو 90% لريال مدريد تصويبات على المرمى 18 تصويبة نقام العرضة لبلباو 16 ما بينها 7 ما بين نقام العرضة لمدريد عرضيات 19 لصالح أتليتيكو بلباو مقابل 11 ريال مدريد 6 ركنيات لأتليتيك بلباو وفيه من ريال مدريد السبعة الأرقام بتدل أن كانت مباراة صعبة وأن بلباو فريقا ند ند واضح جدا من ريال مدريد لكن على مستوى النتيجة كان مهم جدا أنتلوتي فوز بازين نتيجة 3 نقاط مهمة جدا بتبعد لأعرب منافسي طبعا تقريبا ب7 نقاط هو فيه طبعا لسه دي السبعة مدريد لمباراة ولكن 7 نقاط ضغطة أقل طبعا قبل ما يدخل في المعامعة بتاعت المباراة النهاية الدور الأول وانطلق الدور الثاني بعد الوينتر بريك طيب نشوف جدول ترتيب الليجة الأسبانية وتصدر ريال مدريد للدوري الأسباني ب36 نقاط في المركز الأول أتليتيكو مدريد في المركز الثاني بتسعة وعشرين نقاط ولكن فيه مباراة يمكن أقل مباراة لأتليتيكو مدريد ريال سوسيداد في المركز الثالث بتسعة وعشرين نقاط جبيليا في المركز الرابع بتمانية وعشرين نقاط ريال بيتيس في الخامس بسبعة وعشرين نقاط رايو فاليكانو في المركز السادس بـ 24 نقطة برشلونة في المركز السابع بـ 23 نقطة أتليتيكو بلباو في المركز الثامن 20 نقطة إسبانيول في المركز التاسع بـ 20 نقطة وسيسونة في المركز العاشر بـ 20 نقطة فالينسيا الحداشر بـ 19 نقطة فيا ريال برضو من الفرق اللي كانت في المقدمة أعتقد برضو موقع الليassoci بـềيال في المركز الـ 12 بـ 16 نقطة سيلتا فيجو 13 بـ 16 نقطة فيا ريال مايوركا في المركز الـ 14 بـ 16 نقطة والاقييد في المركز الـ 15 بـ 14 نقطة غير نقطة الـ 16 بـ 12 نقطة ا expectation في المركز الـ 17 بـ 12 نقطة قادش في المركز الـ 18 بـ 12 نقطة في تافي في المركز 19 10 نقاط وهي تزيل الدوري الأسباني بسبع نقاط بيا ريال على المستوى الأوروبي مباريات كبيرة جدا على مستوى الليجة شيء ضحية يوناي أمري رغم أنه بادي في أوروبا هدد وكان ممكن يتأهل ولسه عنده الفرصة أن يتأهل من دورة الأوروبا المنوعة صعبة جدا على فكرة ولكن على مستوى الدوري الأسباني ممكن يكون بعض الفرق ما عندهاش القدرة على الموازنة ما بين دوري المحلي والمنافسة الأوروبية ما عندهاش نفس الدافع أو نفس القدرة العتادة البشري المنافسة على المحورين المحور المحلي والمحور الأوروبي ممكن ده يكون بأثر فياريال كمان بارشلونة كلنا عارفين بارشلونة لكن تبتكر مع طبعا لسه عندنا مباريات كثيرة جدا في الليجة ولسه احنا في الأسبوع للأربعة عشر تفتكر بارشلونة ودلواتي بالمركز السابع مش هيكسب أكيد طبعا أنا متوقع أن بارشلونة في نهاية الدوري بالشكل اللي قدمه تشافي لا أكيد هيتأهل دوري أبطال أوروبا على الآل طيب ده كمان على مستوى الدوري الأسباني طبعا هو تصدر الريال لطبعا الليجة الأسبانية كمان عايزي نكلم على الدوري الإطالي الدوري الإطالي كمان زي ما بتكلم على الدوري الإنجليزي ويبقى فيه سلاسي المقدمة أعتقد كمان الدوري الإطالي بدأ يظهر فيه سلاسي مقدمة نابولي والإنتر والميلان أسرع اشتد جدا خصويا بعد خسارة نابولي مبارح من ساسولو التعادل الاثنين اتنين فطبعا فرقت كتير جدا بالنسبة لنابولي فالترتيب يعني خطبين ميلان ميلان وإنتر عايز أكلمك على اليوفينتوس فين اليوفينتوس من الموضوع يعني كل الناس قالت يمكن كان فيه جزئين جزئ يقول إن رحيل رونالدو هو يعني نقم على اليوفينتوس وجزء آخر كان بيقول وكمان على يعني من دمن الناس كانت تتكلم إن رحيل رونالدو نعمة لليوفينتوس منها الجزء كبير من اللعيبة ولكن ما شفناش اليوفينتوس مع عليجري بيقدم مستويات ونتائج كبيرة يعني هو يوفينتوس في أزمة منذ رحيل عليجري في الفترة الأولى تعينات المدربين كانت غلط عليجوساكي ما كانش التعيين الأفضل أندريا بيرلو كان قرار متهور جدا استخدام رونالدو ثم رحيله ما كان ربما قرار برضو فيه شيء من التهور من ناحية يوفينتوس فبالتالي الفريق دفع حوالي 8-4 أو 5 سنين من القرارات المتهورة لحد ما فبالتالي ده مركز طبيعي جدا وأظن أن يوفينتوس محتاج زي برشلونا برضو فترة بونا بشكل هادي بدون مطالبة بالفص بالدوري عشان يرجع ينافس ميلا وإنتر حمل اللقب ميلا بيعود لسابق عهده ونابولي على طول منافسه موجود صحيح ويمكن زي ما بنشوفه أو الجدل بيوضح أن نابولي ميلا انتر أتالنطا كمان أتالنطا كمان عايز أقولك بقالها سنتين تلاتة دايما مشروع هايل مع جام فييرو جاسبريني مشروع هايل جدا وفي دورة أبطال الأوروبا على طول موجودين حتى ناس تفرقش على دورة أبطالي بشكل مباشر لكن في دورة أبطال الأوروبا هم دايما فريق خطير جدا أي فريق ما يحبش لعبه حتى روما قريب يعني بيتحسن جزء بجزء مع جوزي مورينيو فبالتالي لسه أسألك عن مورينيو دور هل فعلا طموحات وقدرات فريق روما قادر على مش هقولك على منافسة للحصول على اللقب لكن للوصول للشامبينز ليج أظن هم موجودين برضو في منافسة التأهل للشامبينز ليج هو أظن ده أقصى ما يمكن لروما الطموح بيه في ظل الفوارئ الكبيرة ما بين السكواد ما بين نابولي وميلان وإنتر وما بين روما نفسه فبالتالي فكرة وصول للشامبينز ليج تبدو أكثر منطقية للمورينيو طيب فريق سالي رانيتانا الفريق طبعا يمكن جاي من السيريا بيه ومباراته مع اليوفينتوس شفتها إزاي وزاي ما بنتكلم اليوفينتوس عايز وقت طويل قوي للرجوع على المنافسة وده يعني طموحات جباهيري اليوفينتوس يمكن حتى في ظل الأزامات الإدارية اللي هم فيها واتهام الإدارة بفبراكة أثمان بعض الصفقات بتلق يوفينتوس بأزمة كبيرة جدا ومحتاجين 3-4 سنة من الهدوء ممكن ما يخدوش الدوري لمدة 3-4 سنة لكن يبدو بهدوء صنة هو فريق يقدر أنه عنده قطاع نشقين قوي جدا عنده قدرة مادية على شراء اللاعبين بس الآن هنا وقرار الصح في اختصار اللاعبين ممكن رونالدو قدومه كان نقمة ورحيله كان نقمة ونعمة في نفس الوقت حيث الأمور كمان يا فادي على مستوى اليوم نتكلم على مستوى الفني آه في بعض الجادل لكن على مستوى الإداري في مشاكل كبيرة جدا جدا لسه من يومين كان البوليس الإيطالي متواجد في يوفينتوس للتلاعب في بعض انتقالات اللاعبة بيفكرون بطبعا فتحة كالتشي بولي طبعا هو برضو يوفينتوس بعد كالتشي بولي إيه اللي حصل قدروا انه هم في خلال ستة أو سبع سنين يرجعوا من السيريا بي للسيريا اي ويبدوا الفريق بشكل هادي جدا وتسايدوا إيطاليا لمدة سبع أو ثمان سنين بعد كده حصل الدروب اللي حصل للسنة دي فبالتالي وسنة اللي قبلها ببط فبالتالي هم محتاجين برضو ثلاثة أو أربع سنين من الهدوء والبناء بشكل صحيح طيب عايزين نشوف كمان معاك فادي ترتيب ترتيب جدول الدوري الإيطالي ونشوف الصراع الرباعي أعتقد الصراع الرباعي ما بين الفرق الإيطالية على الحصول على الدوري الإيطالي تنحصر ما بين نابولي في المركز الأول ستة وثلاثين نقطة ميلا وفوز كان مهم جدا مبارح لميلا خلاه طبعا يقرب بشكل كبير تاني من نابولي بفارق نقطة بخمسة وثلاثين نقطة الإنتر كمان عامل شغل أكثر من رائع في الأسبوع الأخيرة وفي المركز الثالث باربعة وثلاثين نقطة أتالنطا زي ما أنت قلت يا فادي فريق منظم وفريق قوي جدا جدا في المركز الرابع بواحد وثلاثين نقطة روما طبعا مع مورينيو في المركز الخامس بـ 25 نوطة فورينتينة السادس بـ 24 نوطة يوفينتوس السابع بـ 24 نوطة بولونيا في المركز الثامن 24 نوطة لاتسيو طبعا في المركز التاسع 21 نوطة فيرونا العاشر بـ 20 نوطة ساسولو في المركز 11 بـ 19 نوطة أمفلي في المركز الـ 12 بـ 19 نوطة تورينو في المركز التلاتاشر سبعتاشر نقطة أودينيزي في المركز الاربعتاشر خمستاشر نقطة سامدوريا في المركز الخمستاشر بخمستاشر نقطة فينيسيا في المركز الستاشر خمستاشر نقطة سيزينيا في المركز السبعتاشر حداشر نقطة جينوى في الثمنتاشر بعشر نقاط كالياري في المركز التسعتاشر تمان نقاط وسيلر نيتانا في المركز الاشرين بثمن نقاط ده كان جدول طبعا مطير شوية لكن كان فوز اتعادل نابولي وفوز ميلا اعتقد كان مهم جدا للميلا بعد اخسارته الجولة الابل الاخيرة بيرجع تاني وبيفوز وبيقرب الفارق ما بينه وما بين نابولي لنقطة واحدة انا شايف ان على المستوى على المدى البعيد انا شايف ان ميلا اقدر ان هو يحسن لقب الدور الاطالي الحقيقة ثبات اكتر من انتر نابولي كعدته ساعات في المراحل الاخيرة بيفقد اللقب لكن انا شايف ان ميلا بالثبات بخبرات اللعيبة بوجود استفانو بيولي لا قادر ان هو يحسن اللقب ابراهيموفيتش هجد التاني اتوقع انه هستمر السنة كمان مع ميلا هل قادر ابراهيموفيتش للحصول على الدوري الاطالي السنادي مع الميلا اظن اظن هم قادرين جدا هم عندهم الخبرات الكافية عندهم مدرب محترم جدا فيولي اكتر حاجة عجبات في الميلا اكتر حاجة عجبات في السنادي في الميلا رغم من زي ما بقولك اني مفيش اسماء نجوم بقدر نجوم مثلا نابولي او الانتر حتى لكن يعني بيلعب كرة حلوة بيلعب كرة جماعية بشكل هاي انا اكتر حاجة عابل فيهم بيولي الحقيقة المدرب يعني هم عاملين شكل جماعي جدا او طبعا ابراهيموفيتش هو الاساس هو القائد لكن ابراهيموفيتش مش موجود على طول لكن الفريق جماعيا متمسك جدا فريق نص ملعبه قوي جدا دفاعه قوي جدا بيقدر انه يحصل لهايل جدا وبداية فرصة لرجوع التاريخ يعني تاريخ الميلان صحيح يمكن كان حزوم واحد شوية في التشاملز ليج كانت مجموعة قوية جدا جدا مع ليبر بول واتلاتكو مادريد وبداياتهم رغم انه عملوا نتائج يعني دايما اوائل التشاملز ليج اول مبراءة حتى مع ليبر بول واتلاتكو مادريد كانوا متقدمين وبرجعوا يخسروا طبعا دلوقتي طبعا هل تفتكر وجودهم لسه فيه امل للميلان للحصول على المركز التاني لا صنو صعب اوه ممكن افضل ما يعني يطمحوا لي انه ما يروحوا الدورة واناكي بقى فيه منافسة افضل شوية وان كنت يعني يروحوا الدورة الاوربية ما هيركزوش فيه لأ ويبقى التركيز الاساسي على علاقة بالدورة السنة دي طبعا وكان فيه كمان مشكلة خروج دوناروما من الميلان لكن ماك من يوه الحقيقة افضل تعويض لدوناروما مبارح بيشيل كرة لوب من نص الملعب شاله بشكل هايل جدا وهو حارس مارما هايل وفترة اصابته اثرت كتير جدا عن ميلان دلوقتي التوازن رجع لحارس مارما ميلان برجوع من يوم ماهو مدرب كبير عندهم كمان كيرل طبعا كابتن المنتخب الدنماركي بيقدم مباراة او بيقدم مباريات اكتر من رئيعة تفتكر في النهاية مين اللي حيوصل انا حاسس ميلان 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 نسبتي انا حبيتك اكتر لان انا كمان مشجع ميلان وابني كمان بحاجة ميلان كده بس قرصنا اللي كمان يكسب النهاردة ويبقى يوم جميل او ان شاء الله ان شاء الله يوم جميل وكان يوم جميل انك موجود معنا دايما بتشرفنا وتنورنا ودايما بتبقى حلقات ممتعة معاك وماشاء الله ثقافة عالمية على الاعلى مستوية شكرا لك يا فادي دي كانت طبعا نهاية حلقتنا النهاردة حلقة نهاية الاسبوع من المحترف ان شاء الله على خير بإذن الله يوم الاتنين اللي جاي ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف